موسيقى 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 200 و 10 دقائية قدام السنغال أقوى منتخف في القارة ولسه بتاخد اللوب يا ترى هم بيقولونهم إيه موسيقى 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 الله 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 يبنى الله موسيقى نصيحة لي تخليكوا ورا منتخب مصر ما تشجعش العين بعينه تشجعش فريق بعينه إحنا منتخب مصر عشان المنتخب يكسب تخليكوا ورا المنتخب تشجعوا المنتخب تخليكوا مهور تاني للمنتخب زي الزمان ماكيش حد أهم من منتخب لنا ولا غيري ولا أي ناري أصلا مهم أهم من منتخب صوتنا كان واحد قلبنا جامل يهز أي أستاذ روحنا جد حلوة تشجعنا قوة موسيقى 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 بحسبنا معي نعيش كمس ونموت كمس مصر مصر تحيلا مصر قالولنا زمان إن خير وسيلة للدفاع الهجوم بس ده غلط أو على الأقل دلوقتي غلط علشان البرتغال كسبت يورو 2016 بالدفاع فرنسا كسبت كس العالم بالدفاع أتلاك كومادريد خد الدور الأسباني من ريال كريستيانو وبرشلونة ميسي بالدفاع بين كوسين بالكورة المملة اللي مش ممتعة بس هو مين قال إن الشغل للدفاع المحكم مش ممتعة أصل الكورة في أرض الملعب أقصد الكورة يعني الحقيقة مش البلايستيشن لها أحكام وظروف وقدرات مش ماسك دراع وبتلعب بيه افرحوا وتحمسوا المنتخبكم دلوقتي مش وقت كلام ليه هم أحسن ده وقت كلام لإحنا دايما أشجع في أي ظروف وبأي إمكانية يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة بصراحة بعد فرحة مبارح بعد اللي عملنا مبارح بعد ما قدرنا نكسب السينغال المنتخب القوي جدا في ملعبنا هدف دون رد إن إحنا نبقى المنتخب الوحيد اللي من التصنيف التاني في هذه المرحلة النهائية من التصفيات ويكسب المباراة يأما منتخبات من التصنيف التاني خسرت يأما تعادلت لكن إحنا بس اللي من التصنيف التاني اللي كسمنا منتخب من التصنيف الأول بعد الفرحة دي حبيت ايا اتكلم مع حضراتكم شوية هو احنا فعلا كويسين ولا مش كويسين هو احنا فعلا منتخب قوي ولا مش منتخب قوي احنا معنا مدير فني كبير ولا لا قلت دردش معاكم وقبل ما دردش او قبل ما افتح الحوار او قبل ما افتح القصة او قبل ما اقول رأيي الشخصي اللي هو رأيي في النهاية او في البداية والنهاية ده رأيي مجرد رأيي خلينا نتفق على حاجة كلنا كده مع بعض حضرتك وانا وكل الناس المئة مليون مصري كلهم بدون استثناء عايزين يشوفوا منتخبهم في كأس العالم واحد اتنين عايزين يشوفوا منتخبهم افضل منتخب القرارة الافريقية تلاتة عايزين يشوفوا تشكيلة منتخب مصر في 11 لاعب محمد صلاح اللي هم يعني الولد كلاس اللي هم افضل لاعبين في العالم مش اربعة اربعة ودي نقطة مهمة جدا ان الناس عايزة طول الوقت وده حقك كحلم او بتفكر انك تشوف منتخبك بيلعب كرة ممتعة كرة هجومية وكرة رائعة وبتسجل هداف هدف واثنين وثلاثة واربعة تمام كلنا نفسنا نيبقى كده دي الأحلام المنطقية اللي ممكن نوصل لها ان شاء الله في المستقبل لما نيجي بقى على الواقع الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان احنا منتخب جيد بس احنا مش افضل منتخب في الكار دلوقتي سيبكوا اركن شوية موضوع التاريخ العظيم لمنتخبنا الوطن افضل منتخب في الكار على مر التاريخ نعم ده بحكم الاركاب والبطولات والانجازات وكل شيء ماشي معاك ده التاريخ الحاضر بيقول ايه؟ الحاضر بيقول ان احنا مش افضل منتخب في الكار وممكن ما يبقاش بين افضل خمس منتخبات في الكار ولو على التصنيف اللي خلنانا في القرعة دي تصنيف تاني فاحنا فعليا مش موجودين في الخمسة الكبار الخمسة التصنيف الاول احنا في الخمسة التصنيف التاني حلو؟ فواقعيا دلوقتي وانا بكلمك انت مش تصنيف اول انت مش اكبر منتخب في الكار الافريقية ورغم كل ده أو رغم المكانة دي دلوقتي انت واصل نهاية كأس الأمم الأفريقية واصل لآخر نقطة في هذه البطولة لحد ما وصلت ضربات الترجيح اللي هي ضربات الحظ وخسرت واصل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم فايز في المباراة الأولى مباراة الزهاب في تصفيات كأس العالم رايح مباراة العودة وانت عندك الأفضلية أو انت عندك مكسب الهدف اللي انت سجلته هنا عندك كل حاجة جيدة تقريبا كل حاجة يعني تقترم من المثالية كنا نقول مثالية لو كنا كسبنا كأس الأمم الأفريقية بس تقترم من المثالية احنا بقى كجمهور أو كمتابعين أو كمشاهدين عايزين ايه من المدير الفني لمنتخم مصر اللي بقاله ست شهور معنا يعمل ايه تاني هتقول لي لأ مهما ينفعش يفضل يلعب دفاعي كده ومش عارفين ننقل كرة ومش عارفين نسلم كرة انا واخد عهد على نفسي لحد ما ان شاء الله بإذن الله نصعد كاس العالم يوم الثلاث وابقى اخش معاكم في حوار وحكايات هو جودة اللعبين عندنا عامل ازاي بس مش عارفين دلوقتي وبالمناسبة احنا عندنا جودة كويسة عشان ما يفهمش من كلام ان انا شايف انه لعبتنا سيئة لا لعبتنا رائعة وهيلين بس هكلمكو كتير جدا بعد يوم الثلاث ليه احنا مش في نفس المستوى ليه لازم ندوس بنزينة على الاخر ونلعب بروح وحماس وامور كده مثلا اللي هو ايه اللي هو يعني لازم نبقى عندنا الحماس والبطولة والرجولة عشان نكسب ليه لازم ندوس بنزينة على الاخر مزاي المنتخب السينغالية ومنتخبات الكبيرة او اللي عندها لعبها عظيمة اللي هو بيلعب بيلعب كرة عدائية مش محتاج يعني يناحر جدا او يدوس جامد ليه هقولك بس بعد يوم الثلاث بس خين هو القائم بقى دلوقتي مدير فني عارف امكانيات لعبيه بشكل جيد اللي هي مش لقليلة ولا كبيرة امكانياتي انا عارف انا معي الكواليت بتاع اللعبين ده عامل ازاي فبشتغل عليه بالشكل الزكي الزكي حط تحتها قلب في خط الزكي انك توصل لاهدافك انك توصل لاهدافك هو بيشتغل كده ومش عايز اقولك الاهل وزباك ما بيعملوا ايه في البطولة الافريقية تكونت ديش شايف فانت هنا بتتكلم في مدرب قدر ياخد من اللعبين اقصى امكانياتهم ياخد من اللعبين تمركزات دفاعية وهجومية جيدة ياخد من اللعبين شغل فني واخطة جيد فده مدير فني ده مدير فني وموضوع الدفاع موضوع الدفاع زي ما قلت في المقدمة البرتغال صعدت فاحسن توالت في مجموعتها في كأس الامم الاوروبية وخدت كأس اوروبا بالدفاع وبس وعندها لعبين هايلين في الهجوم بالدفاع وبس طبعا معهم كريستيانو بالدفاع وبس فرنسا معاها تشكيلة رائعة من اللعبين هجوميا خالد كاس العالم عشان كاية المنتخب اللي بيدافع بشكل افضل 2006 ايطاليا اشوف ببعيدك اهو ايطاليا خالد كاس العالم بالدفاع اتليتكو مدريد كسب دوري اسبانيا دوري اسباني لليجا من ريال مدريد كريستيانو رونالدو وبرشلونة ليونيل ميسي بالدفاع هل جماهير قتليتكو مدريد قالت لديجو سيميوني لا احنا قاسفين مش عايزينك انت ادائك ممل ادائك يزهق احنا مش طيقين اللي انت بتعمله في الكرة ده لا ده الراجل بيتكسبنا دوري ما هو الطبيعي اللي احنا اصلا ما نكسبش دوري بسوط جماهير قتليتكو مدريد يعني لما يبقى فيه ديال مدريد وبرشلونة بكل نجومهم دول لا احنا مش هناخد دوري فقولون هو ياخد الدوري باي طريقة يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا طيب نروح بعيد ليه قوي تعالوا نقرب شوية من شهر تقريبا شهر تحديدا ريال مدريد كان بيلعب مباراة الزهاب في دورة بطالة اوروبا قدام باريس سان جرمان في فرنسا باريس سان جرمان عنده نجوم رائعة من اللاعبين اسماء مش طبعية ميسيون باب بيه ونيمار ما كانتش بيلعب مباراة دي وديمارية وفيراتي وعد بقى كل اقوم ماركنيوس في الدفاع ودونا روما في حراسة المرمى عنده تشكيلة من اللاعبين رائعة ومش طبعية ريال مدريد قال له عن شلوتي المدير الفني ريال مدريد مع مين بقى في نص الملعب مع لوكا مودريتش مع توني كروس مع كازيميرو مع ديفيت ألبا في الدفاع مع ميليتاو في الدفاع مع على الشمال أسرع باكليفت في العالم مندي مع اليمين مدافع وزهير أيمن خبرة جدا كربخال زهير أيمن منتخب الأسباني مع كريم بنزيمة مع فينيسيوس ونزل قدام باريس سان جرمان في فرنسا واقف في تلت ملعبه الأخير مش في نص ملعبه في تلت ملعبه الأخير له له هدف كده اللي جي في ديار 94 كان خرج من المبارازة ما هو عايز التعادل ريال مدريد بالتشكيلة دي معان جوم العالم نجوم الأفضل لعبين في العالم ورغم كده عشان في اللحظة دي في اللحظة دي أنشلوتي عارف أنه هو مش أقوى من التشكيلة دي من باريس سان جرمان عمل إيه رجع وراء قال بقى أنشلوتي لا لا ما ينفعش أنا ريال مدريد أنا نادي القرن في أوروبا أنا أفضل نادي في العالم قال كده فيه وقعية فيه أرض ملعب بتقول إيه فيه في اللحظة دي مين أفضل منك في اللحظة دي وحلو بقى في الآخر لما رجع في مبارات العودة قدر أنشلوتي بعد ما عمل الشغل الفني اللي عايزه في مبارات الزهب قدر يفوز في مبارات العودة طبعا معتقله كريم بن زيمة لسجل هاتريك وخاد اللي هو عايزه وصعد حد لامه حد قاله لا أنت غلطان ما هو أنت بتشتغل على ضوء إمكانياتك في اللحظة دي ما تبدلتش كل شيء هتقول لي لا لا منتخب مصر ما يصحش يزعب بالشكل ده منتخب مصر ما ينفعش يلعب بالطريقة دي يا حبيبي يا سيدنا يا محترم يا اللي بيبقى رأيك ده الفكرة أنه أجيال أجيال البرازيل ليها أجيال فيه أجيال بتبقى كويسة جداً البرازيل وفيه أجيال مش كويسة فرنسا ليها أجيال أسبانيا ليها أجيال إيطاليا ليها أجيال الأرجنتين ليها أجيال أما كما كعال أسماء الكبيرة في العالم فيه أجيال بتبقى رائعة ومميزة ومش طبيعية وفيه أجيال بتبقى أقل شوية المهم بقى أنك تعرف وإنت حتى كل شوية الأجيال بتتغير عليك بتحافظ على فكرة أن أنا منتخب كبير هل أنت شفت أبداً منتخب مصر يا تراجع كثيراً لا نرجع شوية بناخد خطوتين لورا بس وإحنا بنرجع الخطوتين لورا دول بنعرف نعمل إنجاز بنعرف ننجح بنعرف نقدي بارح الناس أو بعض الناس أو كل من الناس مش قادرة تاخد بالها إحنا باللاعمين باللاعب تشكيلة من اللاعبين بيلعبوا في الدوريات الخامس الكبرى في الأندية اللي هي أندية الصف الأول مش أندية في النص كمان مش بلعب في الدول الإنجليزي فبلعب في النادي وصغير لا ألا بلعب في تشيلسي مندي كل بيالي بيلعب في نابل اللي بينافس على الدول الإيطالي ديالله بيلعب في بريس سان جرمان ساديو ماني يعني ساديو ماني ليفربول طبعاً يعني مش محتاجة أقول لكم بس أقصد إنه أنت بتلاعب فرقة كلها محمد صلاح نحن عامين نستند على محمد صلاح ونرأي بتحركاته هيعمل إيه في الدفاع وعمل إيه في الهجوم وهيشتغل إزاي ليس تقليلاً أبداً من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب مصر عشان زي ما قلت في المقدمة لو لو عن الرجولة واللعب بقلب وبحماس ده عندي أحسن من أي حاجة تانية هو ده اللي بيكسبنا على طول أصل ممكن يبقى عندنا جيل رائع جداً من اللاعبين وعندهم فتور ومعندهم شحماس وخلافه وهنخسر وهنتغلب ومش نعمل حاجة ويبقى فرحتي معنا جيل عظيم من اللاعبين وإن كان ده مش معناه إن أنا مش عايز يبقى عندنا جيل عظيم من اللاعبين عايزين 11 محمد صلاح وقته 100 محمد صلاح ليه لأ عشان لو يبقى عندنا القلبه والروح والحماز ده مع إمكانيات كبيرة نروح لأبعض نقاط إحنا عايزينها بس في اللحظة دي لازم نبقى واقعيين لازم ندعم لازم نساند وأنا مش عارف حد يتلقى يقولك إيه إلحق ده عمال يدعم ويساند مش علي أنا بس يعني على كل الناس ما شاء الله كل الناس بتساند بصراحة إلا قلة قليلة يقولك إصلاهم يعني أنا بقى مش هطبل وأنا مش هعمل يا سيدي هو في حد بيطبل بانتخب بلده وأنا بطبل لنادي هو أنا بجامل منتخب مصر يعني في هو طبيعي يعني ما كلنا مصريين وإنت كمان وأنا وكلنا عايزين منتخب مصر يكسب هل في حد منطقة يعني هيجامل منتخب مصر وهو طبيعيا يعني هنساند منتخب مصر اسمها مساندة مش مجاملة اسمها مساندة مش مجابلة وبعدين ببساطة شديدة حضرتك وليه أمر عندك طفل عنده امتحانات فجي قالك معلش يصل الامتحاني النهاردة أنا حلت فيه وحش مثلا يعني أو ما حلتش زي ما أنا كنت متخيل هتزعقل وتقول لا أنت غلطان وعنده امتحان بعد يومين هتبدل تدعم فيه حد ما يخلص الامتحانات ونبقى نشوف النتيجة كلها بنعمل كده يعني حد ما نشوف النتيجة وخلاص قد يالأمر يعني احنا بنلعب دلوقتي فمش وقت حساب الحساب لما نخلص خالص وفي نقطة كمان ببنسبة تقلس كيلوش اللي أنا مقتنع به جدا وهو مكسب عظيم جدا وهفضل أكررها ويعني أنا أنا هتحمل ده مهما كدهت النتيجة يوم الثلاثة وانشو الله نصعد كاس العالم وأنا متفاعل جدا وبإذن الناس على كاس العالم ومش غير الرائش احنا معانا مدير فني مكسب كبير جدا وعظيم ويا رب يا رب يتجدد له بعد مطش يوم الثلاثة بغض النظر اللي هيحصل يا رب عشان ده مشروع عظيم جدا لمنتخم مصر حضرتك أنا دلوقتي جيت قلت لي كريم تعالى ابنيلي كبري مثلا يعني فهي جاتلو بشوية أنا مثلا مقاول فهي جاتلو بشوية حاجة والله عايز أسمنت الكواليتي بتاعه كذا عايز شوية رامل على الكواليتي بتاعه كذا فهي جيت قلت لي لا أنا معندش الأسمنت ده ومعندش الرامل ده فهقول لك لا مش هينف هنبني الكبري لا اتصرف أنا عايز أوصل للحطة لينك ديت بسرعة ومش عايز يبقى الطريق واقف وخلافه فهيقول لك طب خلاص سيبني أجدد لك الشارع ده اشتغلك على الشارع ده مش عاملني لك كبري عشان ما عندكش إمكانيات الكبري هنبني أو نجدد الشارع ده وبعد ما نجدد الشارع ده هتلاقي الطريق يسالك وهتوصل بنفس المدة اللي كنا هنوصلها لو عندنا كبري احنا نوصل نفس القصة انت عندك جيل من اللاعبين قبل قبل ما ييجي قالوا وسكرهوش كنا عامين نقول لا الجيل ده مش هينفع يوصل في أي حد وصل جددنا الشارع بتاعنا مش لازم يبقى عندنا كبري فجأة مش لازم يبقى منتخب السنغال فجأة محتاجين وقت محتاجين شغل محتاجين جهد المهم ان اللي كان هيوصله للكبري هيوصله للشارع انا عايزة اوصل كاس العالم ليه احنا بنقمد اتكلم في ايه دلوقتي مش وقت كلام ولا جلد ذات اصلا احنا معندناش مش عارف لعيب يعمل ايه وصل لعيب عندنا متعافش اتبقى مش عابش استلم كل الكلام ده ينفع يتقال بس مش دلوقتي انا ما بقولش انه ما يتقالش انا بقول انه يتقال بس مش دلوقتي ابدا ابدا هكمل مع حضراتكم كلام في هذا الامر بس معايا عبر الهاتف سيادة سفيرة نوع خضر سفيرة مصر في السنغال نتطمن منها على الاوضاع وترتيبات سفر المنتخب والجمعيل يا فندم صباح الخير حراك مشرفة ومنورة مسائل نورزا يا حضرتك اهلا بحضرتك طمينا بقى على السعادتنا ان شاء الله لاستقبال منتخب مصر في هذه المهمة الصعبة الكبيرة قدام المنتخب السنغالي قبل خلاص يعني ساعات من سفر البعث يعني كل الإجراءات تمام الحمد لله احنا بقلنا يعني في أسابيع يعني واحنا بن بنقوم بالإجراءات اللازمة مع أعضاء الاتحاد الاتحاد الكرة ومتالي كله تمام يعني الحمد لله المطار استقبل المطار تم تنظيمه والفندق والتأمين وكل الإجراءات يعني فالحمد لله خير يا رب ان شاء الله بس يوصلوا بالسلامة ويحقق لنا مباراة يعني إيجابية ان شاء الله فيما يخص الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا الإجراءات كلها كويسة الأماكن اللي يعضوا فيها المنتخب كل الإجراءات دي هارك عامل حسابك عليها والسفارة المصرية هناك عامل حساب عليها بشكل كويس آه طبعا يعني الحمد لله ما في يعني أصلا وضع كورونا هنا يعني الحمد لله يعني ما هوش متفش يعني بدرجة مخيفة إلى حد كبير الأمور يعني مسيطر عليها وفيما عدا ذلك كل بقى الإجراءات بين المسافات المطلوبة ولبس المسكات وكل الحاجات دي بيتم اتباعها بدقة يعني فإن شاء الله يعني ما فيش تخوف من أي حاجة متوقع وصول عدد جماهير مصرية قد إيه للسنغال في هذه الموجهة يا فن لا لسه مش عارفين صراحة أنا مش عارف عدد الطيارات لسه اللي هيجي قد إيه يعني هيبان بقى متهيق لي في خلال اليومين اللي جايين دول إن شاء الله بس عموما يعني احنا مستعدين وعلى تواصل مع السلطات السنغالية اللي هي يعني حقيقي بيقدمونا كل العون وكل التشهيلات اللي احنا بنطلبها واللازمة يعني لأحسن التقبال وأسهل وأسلس في استقبال الجماهير إن شاء الله الأجواء هناك عاملة زي عندنا كده أجواء لعبة كرة زي ما بيقولوا ولا أجواء حرة دلوقتي درجات الحرارة يا فندي دلوقتي درجات الحرارة دلوقتي شبهنا كده ولا درجات الحرارة فضلي لا درجات الحرارة معقولة يعني جو حل كل عشرينات يعني فجو معقول جو كورة يعني نلعب عليه مش حر آآ لا لا مش جو حر يعني جو حل يا فندي أنا بشكر حليك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب أكمل مع حضراتكم فيما يخص منتخبنا الوطني دلوقتي ما بقاش فيه تفكير ولا خيار عندنا غير إن احنا نركز مع منتخب مصر بالمناسبة إيطاليا من كام يوم إيطاليا من كام يوم خرجت من كأس العالم 2022 بعد ما خست من مكدونيا الشمالية في الملحق الملحق الأوروبي منتخب أقل بكتير من إيطاليا طبعا إيطاليا لسه فايزة بكأس أوروبا وبتخرج من كأس العالم يبعد عننا يعني الشر يبعد وربنا عننا وإن شاء الله نبقى مديم في كأس العالم مش هو دي مش هيدي الكس مش بربط حاجة بس أنا هربط حتة تانية نهاردة روبرتو منشيني المدير الفني المنتخب الإيطالي طلع اتكلم على الإنستجرام ووجه رسالة للجماهير الإيطالية أهم ما في هذه الرسالة إنه هو حاول يحفز جماهير إيطاليا قال لهم إن اللي جاي أحسن إن إحنا هنشوف أخطاءنا إيه وهنعالجها إن إحنا هنتعامل مع هذه الأمور بشكل جيد هقراركم نصا قال إيه قال في بعض الأحيان قد تصبح كرة القدم استعارة قاسية للحياة في الصيف الماضي كنا على القمة في أوروبا بعد أن أكملنا واحدة من أجمل البطولات في تاريخ المنتخب الوطني وقبل ساعات قليلة استيقظنا على واحدة من أكثر الأحداث دراماتيكية انتقلنا من الفرحة الكاملة إلى خيبة الأمل من الصعب تقبل هذا حقا لكن أيضا تقبل هزائم في الحياة جزء من مصار صحي لنمو الإنسان والرياضة نحتاج إلى بعض الوقت للتفكير ملايا ولكي نفهم بوضوح التحرك الوحيد الصحيح حاليا هو أن نرفع رؤوسنا وأن نعمل من أجل المستقبل رسالة عظيمة طبعا منشيني منشيني هجوم وانطقات كثيرا من الجامعية الإيطالية بس لما تقرأ الصحف الإيطالية تقرأ الناس على السوشال ميديا بيكتبوا إيه كمان هتلاقيهم مقتنعين أنه إيطاليا دلوقتي ما عندهاش جيل عظيم من اللعبين وأن اللي حصل في اليورو كان استثناء مش هادي إيطاليا اللي ممكن نمني عليها أمال وأحلام فاهمين عشان كده وهو ده بقى اللي أنا عايز أربط به حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها لم يصدر لاتحاد الإيطالي لقوة القدم مثلا قرار بإيقالة روبرتو منشيني من الجهاز الفاني لمنتخب الإيطالي حتى هذه اللحظة روبرتو منشيني بعد الخروج من مكدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم وإن المنتخب الإيطالي ما يسعطش الكأس العالم لتاني مرة على التوالي حتى هذه اللحظة لم يقال ربما يبقى روبرتو منشيني مع المنتخب الإيطالي ليه ربما هو ممكن يمشي بكرة على فكرة بس ربما يكمل برضو ليه عشان هم شايفوا إن المدرب كويس وإنك تكسب وتخسر دي الكورة آه فيه خسال بتبقى صادمة لما منتخب زي إيطاليا يودع كأس العالم أو ما يشاركش في كأس العالم دي حاجة صادمة بس ممكن تقعد وتفكر هو المشكلة عند منشيني أصلا ولا عند جيل في إيطاليا مسابقة دول إيطالي نفسه هو دول إيطالي ده بقى له كم سنة مختفي وبعيد هي مشكلته هو كشخص هو كمدرب ولا إن فيه مشكلة في الجيل بتاع المنتخب الإيطالي أصلا جيل اللاعبين الإيطاليين فكرة أنه نفكر بشوية منطقية عشان منطقية وإنصاف بهدوء الحكاية في الكورة ما بقتش مدرب والسلام والدليل والدليل أنه بيب جورديولا أعظم مدير فني في العالم بيب جورديولا أعظم مدير فني في العالم قال لك إن الكورة 70% لعبين و30% مدرب إنه لما راح منشيستر سيتي دفع ملايين ملايين الدولارات عشان يجيب لعبين رائعين عشان يقدر هو كمدير فني جيد يعمل اللي هو عايزه طب إيه الفرق من بيب جورديولا وبين مثلا دي يجو سيميوني أن بيب جورديولا بياخد كل الإمكانيات الممكنة في أي فريق بيدربه عشان يعرف يطبق فكره سيميوني معه مجموع أقل كتير من اللاعبين وبيقدر برضو يحقق إنجازات مش هقولك من أحسن بس هو تفكر فيها فيه مدرب زي الكابتن الكبير جدا المعلم حسن شحات خد ثلاثة كاس الأمم الأفريقية بس عشان الكابتن حسن شحاتها بس مدرب عظيم لأ عشان كان وقتها معه جيل رائع جدا من اللاعبين جيل رائع جدا من اللاعبين ده الوقت يعني هو مش كسور عندنا دلوقتي هي أجيال صدف بقولك بتحصل في إيطاليا بتحصل في أسبانيا ومش صدف بس عشانا بقامين أخطاء ممكن نكون عملناها في شكل المسابقات بتاعتنا في الكورة بتاعتنا ممكن نبقى نصلح الحاجات دي بقى ونتكلم فيها كتير بعد ما إن شاء الله نص ساعة كاس العالم نقول بقى نطور إزاي ونبقى أحسن ونروح كاس العالم إن شاء الله نلعب ونعدي الدور الأول ونوصل لأدوار كويسة كل ده ممكن نتكلم فيه عندنا فترة حلوة بإذن الله يوم ما نحتفل يوم هنا يوم الثلاث الوصول لكاس العالم نبقى نيجي بقى الأربعة والخميس والجمعة والسبت ونحن نقل بقى نتكلم إزاي نطور منتخبنا بحيث إن إحنا يبقى عندنا منتخب نخش بيه على أي منتخب تاني ونقول لأ أنا كده كده كذبان أنا مش لسه هستنى الروح والحماس والإرادة والكلام ده كله لكن كل ما إحنا عميين ننوم أي مدير فني هو المدير فني اللي غلطان يا سيدي هو المدير فني ده ساحر ولو على السحر ولو على السحر يعني أو الخيال فكله يسكرهش اللي بيعمله ودلوقتي مع منتخب مصر سحر وخيال ليه؟ انت جاي من بعيد أوش منتخب كان حالته صعبة جدا نتيجنا كانت سيئة جدا تحسنت النتائج بقينا في نهاية كاس الأوم الأفريقية بقينا في مرحلة جيدة جدا في تصفيرات كاس العالم وخلاص فضلنا خطوة ونسعد كاس العالم إن شاء الله كل ده عمله الراجل وفي نفس الوقت اللي عمله الراجل ده ده عنده خط دفاع تالت خط دفاع تالت هيلعب به مباراة السنغال اللي جاية يعني الأساسيين تصابوا واللي بعديهم تصابوا وراح جاب اللي بعد بعديهم ورغم كده مع الراجل ده تحديدا عمرك ما حسيت بفرق في تغيير أي لعب يتصاب حجازي يلعب عبد المنعم انت مش متأثر يتصاب أكرم توفي يلعب عمر كمال عبد الواحد انت مش متأثر يجيب عمر جابر بقى له كتير ما دخلش المنتخب يلعب يتقلق يلعب مهند لاشين تمام يلعب دونجا حلو يجيب لك مرموش اللي ما كانتش حد شايفه ولا حد عارفه ويلعب هيروح يجيب علي جابر ورامي ربيعة ويلعبه المباراة اللي جاية من حيثه لا يدره ومن حيث هو أصلاً ما يدري ورغم كده أنا وصك في أي لعب يلعب مع كلوس كيروش عشان الراجل ده عنده منظومة ما عندهش أفراد حطي لي أي لاعب في الملعب هخليه شكله كويس وقلنا مبارح كان معايا إسلام ومروان فكرة إنك بتحمي المدافع بتاعك بتحميه إزاي بلاعب واثنين وتلاتة يبقوا جميع بعض كل فرقة منتخب مصر هتلاقيها جميع بعض ما فيش واحد بيتحط في موقف لوحده هدي تقول لي يا عم أنت مفرجش على لقطة اللي كلنا مشارينا النهاردة بتاع الساديو ماني وما بيعدي من تاعة أربع لعيبة ما أو ساديو ماني ما وبالمناسبة بيعدي من مدفعين في الدولة الإنجليزي البريمير اللي ج أعظم دوري في العالم بنفس الطريقة بالمناسبة يعني ليه المبالغة نحن لعب ساديو ماني برضه مع محمد صراحة بيعدي من لعبتهم برضه هيا كوالتة لعيبة وما قل ليه ساديو ماني بيعيب في ليفربول ليه ساديو ماني واحد من أحسن المواجبين في العالم ليه يعني ما عشن بيعدي من أي لعب مش هيعدي من إنا ليه صحرا خارجين ناس اللي هي بتحاول طول الوقت الدينة اطقذها اللبية دى طول الوقت وعشان طول الوقت ايه؟ ابقى مختلف ان شاء الله قد اتكسل العالم منتخن مصر كويس ندعم منتخن مصر لا انا بقى مختلف فانا منتخن مصر مش كويس والمدرب ده مش كويس ده مش كويس؟ كارلوس كيروش ده مش كويس؟ ده احنا لنا الفخر ان كارلوس كيروش بيدربنا وليه هو كمان الفخر انه بيدرب منتخب مصر بس ده اسم كبير واسم محترم مع كامل اللي احترام بقى الاسماء الكتيرة عدت على منتخب مصر فيه اسماء طبعا عظيمة وفيه اسماء ما كانتش عظيمة خالص احنا دلوقتي عندنا اسم عظيم في منتخب مصر اكيد هو مش سمعني واكيد هو مش عارفني اصلا فانا بقول لي رأي ده من يعني عشان بس ما تودكش اللي تقول لوقتي ايه اي حد بيقول على حد حاجة كويسة بيطب بيغني مش عارف بيعمل ايه ما هو مش عارفنا بس هو الراجل ناجح هو الراجل بيشتغل كويس هو بيشتغل كويس لمصلحتي ومصلحتك اللي هو منتخب مصر ليه ليه طول الوقت عايزين لا ده مش حلو نجيب واحد غيره مين اللي هيجي غيره طيب واللي هيجي غيره ده هيعمل ايه ما كالوس كروش ان شاء الله بعد ما نوصل كاس العالم ما يبقاش موجود ويجي واحد غيره هيعمل ايه ايه الشكل حلو انت مستنيه طيب انا مش عروح برضو بعيد بوب برادلي انا في رأيي واحد من احسن المدربين يرجم مع منتخب مصر كان له طريقة هجومية وكان منتخب مصر بيقدني معه كرة ممتعة كنا منكسب كتير الكرة الهجومية عميت لنا ايه في مطش غانة لما خسرنا ستة هل انت مثلا بتفتكر بوب برادلي بالخير انت دلوقتي اكيد لما تسمع بوب برادلي على طول تفتكر الستة وتقول لا لا ده كان اسوأ مدرب بس انت مش تفتكر اللي قبل الستة لقبل الستة كان عامل نتائج رؤية عجد بس انت هتفتكر الستة وما وصلناش كاس العالم طب هو لو وصلنا كاس العالم بشكل ممل زي ما انت شاء زي ما هيكتور كوبر وصلنا كاس العالم بشكل ممل ايه اللي هيديقك الكرة ما بقتش زي زمان قوي زمان كان في اللي عندك صنع العلعاب كان عندك حزي امام كان عندك وليد صلاح الدين كان عندك حمد عبداللطيف ده كان هياخد الكرة يرقص ثلاثة اربعة ويلف بيهم تاني ويرجع يرقص ثلاثة اربعة تاني وعنده مساحات وعنده حركة ده كلمك ايه ده مش قديم اوي كمان ده في الخمسينات والستينات والسبعينات كان ممكن تبقى الكرة اسهل بس انت كل ما بتقدم السنوات حجم الامور الفنية والتيكتيكية بيبقى فيها غلق اكتر اغلاق اكتر للملعب لكل مساحات الملعب يعني حزي امام دلوقتي مش هيقدر يعمل طبعا حزي امام هيفضل حزي امام بموهبته بس في المساحات الدقيقة دي لو سألت حزي امام هيقول لك لأ ما انا اكتر مش هلعب بنفس الطريقة كنت بلعب بيها زمان لو جبت وريد صراح الدين هيقول لك لأ ما هو ده انا شفت محمد صراحي مبرح رجع من الكرة الهجومية لنا للدفاع في ثلاث سوائن انا اكتر مش هعمل كده لو سألته مش تقليدا منه بس هي ظروف وحياة وتطور في الكرة دينيز بيرج كام وسطورة هولندا مش هيعمل كام بيعملو مع أرسل وهولندا دلوقتي الكرة تغيرت والدليل ان انت عندك لعيبة مهرية في العالم دلوقتي مش هتلاقيهم عارفين ياخدوا مساحة وياخدوا شغري عدم هم لسه بيشتغلوا بالطريقة بتاعت الزمان زي اسكو مسلا في ريال مدديد اسكو ده من احسن المواهب اللي في الكرة في العالم فين اسكو راح لو انت معندكش امور بدنية وفنية وتكتكية وحماس وقوة وتبقى اجريسف في المنها مش تبقى موجود لكن الكرة الممتعة اللي حولهاك مستنيها دي هي اصلا مش موجودة في العالم كله دلوقتي مش موجود فيش فرقة بتديك متعة كاملة كده تحس ان انت طلع شبعان كرة متعة بس المتعة بالنسبة لنا دلوقتي عشان احنا بيقى نفرج على كرة كتير عالمية هي الفرقة اللي بتعرف تخطط كويس اللي بتعرف تعمل تكتك كويس اللي بتعرف تاخد من المباراة اللي هي عذاب شغل فني محترب وده اللي بيعمله كارلوس كيروج دلوقتي ببساطة شديدة ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم التلاتة النهاردة حبيت افضفض معكم شوانا عارف انه الكلام ده ممكن يبقى مش على هوا ناس انا زي ما قلت لكم في الاول احنا الاتنين يعني الرأي ده والرأي التاني احنا الاتنين عايزين هدف واحد هو مصلحة منتقى مصر ومنتقى مصر يبقى في كاس العالم فانا مش من دايق من رأيك بس عايز طول الوقت وانت ما تدهيش من رأيك بس عايز طول الوقت نبقى واقعيين نبقى على الارض نبقى حاطين رجلنا على الارض وفاهمين احنا فين مش عايب ابدا ما نبقاش اقوى منتخب دلوقتي بس العيب ان احنا ما نقدرش نستغل الامكانات اللي موجودة عندنا سواء كانت قليلة او كبيرة ونوصل لهدفنا واحنا بنعمل كده دلوقتي مهما كانت امكانياتنا بنقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزين ده العادة المصري بشكل عام مش في الكرة بس في كل حاجة في حياتنا ان احنا كده كده لو حطينا حاجة في دماغنا او اصرير ان احنا هنجيبها هنجيبها لو بنص امكانيات اي حد في الدنيا فربنا يا كريمنا بإذن الله نوصل كاس العالم يوم الثلاث وبعد كده اللي عنده حاجة في قلبه يقولها اصل اللاعب ده ما كانش ينفع اصل المدرب ده عمل مش عارف ايه غلط اصل احنا كان مفهود نلعب بطريقة الفلنية لما نوصل كاس العالم بقول انت عايزه كلام عندنا مساحة وقت بقى نوعا نفط مع بعض شوية نهاردة منتخب مصر هيخد نهاردة الحد يعني هيخد مرانه في العشرة صباحا هيكون المران مفتوح فهو ربع ساعة للسادة الاعلاميين وبعد المران منتخب مصر هيتوجه ليه السنغال بإذن الله استعلان للمبارات العودة يا لو يوم الترده يجي دلوقتي واحد مش هادر انا مش ألان حقيق يعني مش مش ألان اللي هو ايه عشان اقول الكلمة صح انا متوتر جدا بس مش ألان على منتخبنا حاسس 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 انه هيقدر هو كالوس كانوش كمان حسسني انه لا المنتخب بتاع ده صعب اختراقه انت كل المباريات اللي في المراحل خروج المغلوب في كاس الوامر الافريقية انت مدخلش فيه غير هدف واحد من المنتخب المغلبي وكان من ضربة جزاء صعب سنغال بهذه القوة الجبارة في التشكيلة في كل الخطوط ما قدرتش في 120 دقيقة في كاس الوامر الافريقية وفي 90 دقيقة في القاهرة يسجلوا فيك هدف هدف هو ده مش نجاح هو ده مش نجاح يقول لك يا سلطة ما هو الحظ واقف معنا شوية ما هو الحظ واقف معهم برضو شوية في شوية فرص ضاعت افكرك بالكرتين بتاع امروان حمدي افكرك بالكورة الاخيرة بتاعت امر مرموش انباله ما احنا برضو فيه فرص ضاعت مننا حتى لو أقل بس احنا كمان فرص ضاعت مننا وكان حظنا وحش فيها احنا ممكن نقول احنا كمان حظنا وحش ما يقوله كده بتضيع فرص ولازم تسجل يعني هتضيع ولازم تسجل السنغال ضاعته ما سجلتش مشكلتهم ويمكنياتنا او شغلنا الفني فاحنا تجذبانين نهار ده قالو سكروش استقبل علي جبر ورام ربيعة بترحاب كبير جدا قالوهم انتم جايين علشان مهمة كبيرة جدا وانكم مش كمالة عدد انتم لعيبة مهمة وممكن كمان تكون انتم الاسيين في المطش اللي جاي ولازم تركزوا وتجتهدوا وكل لعب يحط في دماغه انه هيكون اساسي قدام السنغال في دكار وانا ما استغربش ابدا لو واحد من الاثنين كان موجود فعلا في التشكيل الاسية لمنتخم مصر في المباراة اللي جاي السؤال هيبقى صعب هيبدأ بطول الوقت سؤال صعب مين سنائي الدفاع في المباراة القادمة لمصر قدام السنغال مفيش الوينش مفيش محمد عبد المنام مين بقى السنائي يبدو كده ان ياسر ابراهيم هيكون ليه مركز منهم اعتقد بعد التهلق كمان في الفترة اللي عبها فيه المباراة بعد خروج محمد عمنا من بارح مين بقى التاني هو ده اللي هيبضل السؤال وان كان ياسر مع كالوس كيروش مفيش حد ما كانه مضمون ابدا ممكن تشوف المباراة اللي جاي عمر كمان عبد الواحد مش عمر جابر رغم ان عمر عمل مباراة كبيرة مبارح ممكن تشوف عمر مرموش مش محمد ريز جاي وارد كل حاجة وارد ده مع كالوس كيروش هو راجل بيرسم رسم بيرسم رسم وبعد كده يسكن عليها مش بيسكن وبعد كده يرسم فاهم الكلمة؟ يعني مش بيجيب لعيبة ويقول اللعيبة دي كويسة فنحطها ونعمل عليها خطة لعب لا هو بيعمل خطة لعب وتاكتك معين ويبدأ يسكن بقى على التاكتك ده وخطة اللعب دي اسماء اللي موجودة والمتاحة اللي تقدر تعمل الواجبات او الادوار اللي تنفذ التاكتك ده النهاردة زي ما قلت لكم علي جابر ورامي ربيع هنضموا او نضموا لي المعسكر اقول لكم ارقام علي جابر في الموسم الحالة عشان تبقوا عارفين برضو علي جابر عمل ايه الموسم ده علي جابر لعب 18 مباراة في الدورة 10 في كونفيدرالية 8 معدل لعب 1620 سجل 4 اهداف وخد 3 بطاقات صفراء رامي ربيع اللعب 7 اللعب في الدوري 3 وكاس العام الأندية 2 دوري أبطال أفريقيا 2 ومعدل دقيق اللعب ربماية 66 وصنع هدف 1 نهاردة فيوتشر خسر في المفاجأة كبيرة جدا من منتخب السويس في كاس مصر مبران تعد بالتعادل الواحد واحد في ركلات الترجيح فاز منتخب السويس 4-2 فيوتشر تقدم بهدف عن طريق رضا بوبو من ركلة جزائي في الديعة 43 وتعدى منتخب السويس بس معادل في الديعة 77 حارس منتخب السويس محمود كوكو تقلق وتصدى ليه ركلتين جزاء يا بغته يا بغته ويا فرحته ويا ساعدته عمل مباراة كبيرة أثناء المباراة نفسها وضربات الترجيح تقلق جدا بشكل رائعي دايما عندنا حراس رائعين بصراحة في أي فرقة في مصر درجة ولا درجة تاقة في أي فرقة هتلاقي حراس رائعين جدا ما منخلص احنا حراس رائعين درجة ترجيح لو قلتها لحضراتكم اللي فاز بيها منتخب السويس في مفاجأة كبيرة على فريق فيوتشر واضح جدا أنه منتخب السويس اللي فرج على المباراة ما كانش جاي مستسلم ما كانش جاي خسران يعني كان جاي عنده هدف وعنده حلم كنتوا عارفين أنه فرقه برضو كان خرج بمفاجأ قدام فريق كفر الشيخ وبالتالي أي فريق في كاس مصر عنده أمال وطموحات مشروعة جدا المهم يبقى يصدق نفسه المهم يبقى عارف أنه يقدر مهما كان الفريق اللي بتلعب قدامه لازم تبقى واثق من إمكانياتك معايا عبر الهاتف الآن الكابتن محمود كوكو حارس مرمى منتخب السويس المتقلق جدا اللي قد فريقه لفوس كبير ومفاجأة كبيرة قدام فريق فيوتشر النهاردة في كاس مصر كابتن محمود صباح الخير مشرفه نار ومليوم مبروك كزي حالك أساس كريم تحياتي ليكو تحياتي لمستمع لك الكرام النهاردة انت اسمك بيتردد في كل أماكن في كل القنوات في كل المواقع في حارس عظيم عندنا هو كمان يعني مش عندنا بقى محمد الشناء ومحمد أبو جبل الحراس اللي بنشوفه في منتخب مصد احنا عندنا حراس عظماء في كل الأماكن في كل الدوريات فتهانينا ليك النهاردة عملته مباراة كبيرة ومحترمة بشهر حضرتك وبشهر حاجة عكام اللي حاجة قلت عليها وعلى النادي ومصر بلد واللادة وطول عمرها تجيب حراس كبار وعظام وده مش غريب على مصر يعني وعلى الحراس طوال مصر وعلى لعبة مصر يعني الحمد لله رب العالمين قلل النهاردة المباراة دي بالنسبالك أكيد وانت داخل انت عايف انك بتلعب مع فريق واحد من أقوا فرق الدوري السناني عنده إمكانيات كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا من اللعبين هو كان متصدر مجموعة في كأس الرابطة وماشي بشكل كويس جدا في الدوري فانت عايف انك بتلعب مع فريق كبير كنت متصور انك توصل للمرحلة دي والله احنا كنا جايين مركزين عشان نعمل حاجة احنا عارفين ان فريق فريق كبير لازم نديله حق وعارفين انه اخر مباراة في الدوري فاز على فريق سموح بأربع عداف وكان جاي من معنوات مرتفعة جدا وجاي من توفورم وهم موجودين كانوا فعلة فورم قبل ما يلعبونها واحنا كنا عارفين ان هم فريق كبير وكمان جايين بمعنوات علي بعد الفوز على سموح بأربع عداف يعني وحنا عارفين انها كانت مباراة صعبة احنا جايين وعارفين انها مباراة صعبة احنا كابتن نبيل محمود اتكلم معنا وقال مش مهم شكلنا ازاي اللي احنا هنلعب ازاي ممكن نقفل ممكن نقرب مسحة شوية لكن المهم اللي احنا نقدر في الاخر نوصل لهدفنا المنشود ونقدر نجتز عقبة فيوتشار بالحمد لله لربنا اكرمنا فانا وقدرنا نعمل كده طب قول لي فيه نوعيتين من الحراس فيه حارس مرما بيذكر الخسمة قبل المباراة فبيشوف كل لعب بيشوت فين او بيسدد فين وفيه حارس مرما تاني بيتوقع يعني بيبقى امكانياته التوقع بشكل جيد انت من عني واحد بس حالك المشكلة ما فيش داتة فيوتشار متاحة للعيبة اللي كان بيشوتهم اول مرة يلعبوا دربات ترجيح امه امه فهو في الدور اللي كان بيشوت امه نصر ماهر ورحمد رفعت اه قريبا اه دول اللي كانوا ممكن متاحين تتفرج عليهم وتشوفهم امه فانت اعتمدت على توقعك بقى توقعه ان انت تقدر الحمد لله تقدر تكبر اللي قدامك او تهيئ ويلعب لك فين انت ممكن انت ممكن توجه اللي عايب في الزوال اللي لعب لك فيها لعبت لعبت يشهر لعب اكبر ولو لازم تكون بتلعب معهم بزكاة لو لعبت معهم بدون زكاة وبدون خدعة ممكن ما تقدرش تتفضى لأي درب كذلك لانهما بيستنوا بلعبوا البلانتي بهو وفي زاوية وبيستنوا كمان على حركة الحياة فلو انت ما لعبتش كويس واستنتهم للاخر ممكن ما يبقاش عندك فرصة انك تصد حاجة لكن الحمد لله في الآخر ربنا اكرمني يعني واللي احنا سعى نره وحصل يعني الحمد لله رب العالمين كابتن محمود كوكو حالس مارمى منتخب السوري اسم اليوم مبروك وبشكرك شكرا جزيلا فوز مفاجئ وكبير على فريق فيوتشر اليوم بدربات الترجيح نحن نشوف تأرير عن مباراة مصر وسنغال المقبلة وبعدها هنستقبل ضفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن نادر السيد حالس مارمى منتخبنا المصري الاصبك خليكم معنا بنجاح منقطع النظير انهى منتخبنا الوطني مهمته الاولى في الدور الحاسب للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم الفين اثنين وعشرين وذلك بالفوز على السنغال ذهابا دون رد وذلك قبل مواجهة الاياب المحدد له الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار نجاح مهمة ابناء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش جاء بعد تحقيق الفوز بهدف عكسي عن طريق سيس مدافع السنغال الذي فشل في التعامل مع تزديدة محمد صلاح التي ارتطمت من العرضة كما ان شباك الفراعنة لم تتلقى اهداف وهو الامر الذي يصعب المهم على المنتخب السنغالي الذي بات مطالبا بالفوز بهدفين دون رد في لقاء العودة وهي مهمة قد تبدو مستحيلة في ظل تحسن المنظومة الدفاعية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم مباراة الثلاثاء ستشهد غياب خط دفاع منتخب مصر الأساسي في ظل إصابة محمد عبد المنعم بكسر في أنفه وإيقاف حمد الوينش لتراكم البطاقات الملونة الأمر الذي دفع المدير الفني لاستدعاء الثنائي رامي ربيعة وعلي جبر قبل السفر إلى السنغال الجزء الثاني من مهمة المنتخب الوطني مساء الثلاثاء في السنغال سيشهد صعوبات كبيرة فبطل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة سيتسلح بجماهيره الغفيرة التي ستحتل ملعب عرين الأسود الجديد الذي تتسع مدرجاته لخمسين ألف مشجع وهو الأمر الذي سيكون بمثابة الاختبار الصعب بالنسبة لخبرات كيروش وطموحات وأمال رفاق محمد صلاح الصعود إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ الفراعنة والرابعة بشكل عام منذ ممارسة كرة القدم داخل المحروسة هو حلم يسعى الجميع لرؤيته يتحقق فهل تقف الساحرة المستديرة بجانب المنتخب الوطني هذه المرة بعدما عاندته في نهاء كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب ذاته أم سينهي المنتخب السنغالي أسطورة غياب المنتخب المتوق بالكاف عن المونديال موسيقى عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يترقون أبو وببوضو ويفتحون الباب ويفجلون التاقيل بيغضب السنغالي موسيقى موسيقى ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفة ده أنا مصر حبيبتي ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة وكل الدنيا أمي في كلامين ولا في زيها أغفين بلدي في حباب العين لا وأقرب من كده في بلد عام في بلد عام ناجيب سوى الوسيبى والعين تاليف بلدة وبرق والخطيب ونس كتير جمد من كده بلد عمر الشريف عادي للإمامة بودم خفيف حسنا شاحت أغاني على التعريف أتاني أحسن من كده مصر بحبها بلدي واللي يمساها أكلوا بسناني وانتهى اللي يفكر غير كده أهوم Umm نحب إحنا الأغاني نحب الأغاني في الفرح نحھب الأغاني في الحزن نحب الأغاني على طول في أحزاننا من من قالف أغاني وفي أفراحنا من قالف أغاني ونحب دايمة أغاني مصر أو أغاني الوطنية دي تشجعنا وتحمّسنا وتحفزنا وطمرنا كمان إن شاء الله قبل اليوم التالة اللي جاي المواجهة الكبيرة قدام مصر وأدام السنغال أهوم السنغال في مواجهة كبيرة فيً لا susp 보여� goes على المرحلة الأخيرة بإذن الله شرفني وينورني في هذه الفقرة هو ضيف عزيز دائما ضيف دائما بتشرف وافتخر جدا بتواجده معايا اسم كبير جدا في تاريخ الكرة المصرية الكابتن الكبير كابتن نادر السيد حالس مرمى منتخبنا الأسبق كابتن نادر مشرف ومنورك دائما ببصد جدا بوجودك شكرا 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 كابتك كريم ربنا خليك وأنا كمان والله جدا أخبر حضر لك ايه كل زيل فالحمد الله برح خدنا المراد زي ما وشفت مكاسبنا منها كده ايه انا شفت المكسب يعني اهم حاجة ان انا شفت المكسب الحقيقة اللي هو اصلا اساسا احنا التاريخ ما بيذكرش غير النتائج صحيح اه ما في الشك ان ان في بعض الاوقات الناس بتبقى عايزة حاجات كتير جدا صح وان احنا منتعلمش من الدرس واحد من المداربين الكبار جدا ده ربا مصر كان هكتر كوبر وصلنا فاينل الأفريقية اه ما كسبناش البطولة وصلنا كاس العالم وفي الاخر عشان خاطر جلد الزات اللي احنا بنعمله مع نفسنا ان هكتر كوبر مع الضغط انا ما عارشه ضغطي مين الحقيقة اه ميشي وجابه واحد اه مدارب اقل منه كتير جدا اسمه اجيري صحيح خرجنا من دور الثمانية او دور الستاشر في كاس افريقيا اللي في ملعبنا صح فالحقيقة انا ما عاربش الحقيقة يعني الاول نفرح والاول نتبسط جدا اه وبعدين نبقى نتكلم على بعض الامور وحتى لو احنا في بعض الامور ما نفعش نتكلم عليها دلوقتي واعتقد احنا كنا مع بعض قبل كده في اه بطولة افريقيا وكان في موجة عالية جدا جدا ضد كيروش وان احنا خلاص فاشلين وبعد كده في الاخر الناس اللي هي كانت بتاجم رجعت تاني تسقف يعني الحقيقة يعني السيناريو محروق لازم ان احنا نكون كلنا واخدين بالنا منه لان المنتخب مصر وده اللي بقوله دايما يا كابتن كاديم هو مش ملك الكيروش ولا ملك اللاعبين هو احنا كمان فاحنا كمان عندنا دور على فكرة طبعا يعني هو ده النقطة اللي بكلم طيب مبارح الناس وقت تفرج على المباراة بتقولك ما احنا كان ممكن نعمل احسن كان ممكن يبقى قدعنا افضل كان ممكن نقدر نخرج بالكرة بشكل احسن حاجات فنية وهتكتكاية وناس تانية تقولك ما كانش ينفع ساد يوماني واسماعيل اصار ان احنا التانية يعدوا مننا بالسهولة دا احنا عندنا مفهول مدفعين احسن من كده وانت بتفرج على المباراة كان عندك تحفوظات كان عندك سلبية ولا شايف انه كان بيحصل منطقة طيب احنا لعبنا وخرجنا وتحكمنا واستحوزنا وعملنا كل حاجة واكسبنا احد سفر ما لعبناش وما خرجناش وما استحوزناش واكسبنا احد سفر يعني في الاخر احنا انبص على المكسب وبعد كده انا دايما الحقيقة متحفز في كلام الفني مش عشان انا ما عنديش رؤية انما عشان خاطر اكتر واحد عارف اللعيبة واداة اللعيبة وشكل خططي وشكل فني وتوظيف اللعيبة والتغييرات والمدرب صح يعني محدش يعرف محدش يعرف داخليات المدرب محدش يعرف هل اللعب معين بلعب وهو عنده شد لعب مش في حالته النفسية مية في المية لعب منامشي يوم المتش لعب مرهق مجهد هو المدرب الوحيد اللي عنده الحق ان هو يعرف او ممكن اسأله اقول له هو ايه وجهة نظرك في كذا 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 فا اتكلم في وجهة نظره انت هل ممكن نقدر نعرف مع كل تحفظ مع كل ادب هل ممكن نقدر نعرف انت ليه لعبت بطريقة مثلا اربعة تلاتة تلاتة وبعاكد قلبتها الاربعة خمسة واحد وبعاكد قلبتها الاربعة اربعة اثنين في المباراة هو يتكلم على فكره او يتكلم على رأيه او وجهة نظره انما ان انا اتكلم على وجهة نظره ان قاعد يما قاعد في المدرج او قاعد قدام تلفزيون واعد اقلف ولحن واكلم واقول واعمل فالكلام ده مش مظبوط اقول انه صحيح كنت مفروض تعمل كذا وكان مفروض تعمل كذا طب انت عرفت منين انه هو كان مفروض يعمل كذا هل انت اصلا داخل الموقف او انت اصلا اساسا يعني اذا كان اصلا لما بيحصل ان مشكلة ما بين طرفين وطرف بيجي يتكلم معاك وهو معتقد انه هو صح 100% بتقول له استنى اسمع الاول الطرف التاني وبعد ان اتكلم مع بعض صحيح طب اذا كان في موضوع ممكن يتحكم عليه من رأي اللي بيحكي ببالك بقى بقى برامج تدريبية وخططية وفنية ومهارية وبدنية ونفسية حاجات كتير جدا انا ما عندش رأي بيها صحيح طيب في تفصيلة تانية مهمة واللوتي معايا كابتن الادا السيد المدرب في تفصيلة تانية مهمة انه انت احيان بتحط طريقتك واسلوبك وشغلك الفني على ضوء الخصم اللي قدامك طبعا الخصم اللي قدامك ده تبقى انت عارف انه ممكن تبقى قدراته اكبر منك مفيش مانع والله بص يا جمت الكريم انا الحقيقة يعني مش مش انا متحفز قوي على بعض الناس اللي بتكلموا على منتخب السنغال انه هو منتخب خارج مجاش مجاش زيه الناس بتكلم اكنه مثلا منتخب برازيلي يعني لا هو مش منتخب برازيلي على الفكرة وبعدين كفاءة اللاعبين مش باسم النادي يعني مش معنى مثلا احمد فتوح بلعب في زمالك فهو اقل من سيس بلعب في مكان واحد تاني بالزبط لا خالص على فكرة احنا بنكلم على القدرات بنكلم على الكواليتي بنكلم على جودة اللعيبة بعد كم بنكلم على اسم النادي لان ظروف امتقال اللاعبين من مكان الى مكان مدهير مفيش شك ان العائلة بتلعب في اندية كبيرة بيضاف لها خبرات كبيرة ده ما نقدرش نذكره انما كفاءة الوينش مش معنى ان الوينش بلعب في ناد الزمالك فهو اقل كفاءة من مدافعة من متخب السنغال مثلا لا خالص يعني خالص بس دي يا كابتن نادر اللي تقصد به عشان برضو انت ممكن تقارم مثلا الوينش بكل بالي هاي الفكرة بكل بالي ايه انه مش مخلوق موهبة ولا الوينش مش مخلوق موهبة تانية هم ممكن اتنين يبقوا نفسي ما هو ممكن يبقى الوينش موهبة اكتر منه بس هو حجم الاحتكاكات وحجم المنافسات اللي يلعب فيها بزرط هو ظروف الاحتكاك ظروف الاحتكاك انا بكلم على ايه هو فيه ثلاث حاجات بالنسبة لللعب امكانياته اوكي يعني النواحي الاداء بتاعه والخبرات والتطور مفيش شك ان ديالو مثلا هو عنده خبرات وتطور افضل من الوينش انما امكانيات الوينش جيدة جدا مهارته كويسة جدا يعني امكانياته البدنية والنفسية والزينية والخططية انما طبعا ظروف الاحتكاك اكيد هو اعلى انما ده في الاخر برضو يعني ده انا محبش اتكلم محبش ان انا الحقيقة اقلل من قيمة نفسي وعلم القيمة نفسي صحيح يعني جزء مهم جزء الحقيقة من اسباب فشل كتير من الناس على المستوى الفرد على المستوى الجماعي انك انت دايما بتنزل لنفسك نظرة دونية وتنزل لغير نظرة فوقية صحيح انا ضد الكلام ده انا منتخب السنغال احترمه بس لازم احترم نفسي اصلا الاول يعني لازم اصلا اتكلم عن نفسي باحترام وبعدين اتكلم عن المنتخب السنغالي باحترام يعني المنتخب مصر بتاريخه وقدراته ولعبية بغض النظر بلعبه فين ليفر بول بلعب في الزمالك ولا بلعب في الاهلي هو اتكلم عن المنتخب مصر ككيان لازم يحترم يعني المنتخب مصر اكبر او اكتر منتخب كسر بطولات افريقية اتأهل لكاس العالم 2018 خلاص قبقى وسائلنا او ادنى انه هو يتأهل لكاس العالم الـ 22 فنازم اتكلم عن نفسي واكلم عن قدراتي وبعد كده اتكلم عن الفرد التاني منتخب السنغال المنتخب قوي انا كمدرب بحط التاكتك بتاعي طبقا ليه الفريق اللي بلعب معي اللي بلعب ضدي عنده نقط قوة ايه عنده نقط ضعف ايه ممكن احط التشكيل ازاي هو كيروش بلعب 4-3-3 بلعب مع منتخب ليبيا مع منتخب اوغندا منتخب البرازيل منتخب الارجنتين منتخب السخال هلعب 4-3-3 وبعد كده ممكن في بعض الاوات يلعبها 4-5-1 ممكن في بعض الاوات 4-4-1-1 بس هو بلعب 4-3-3 في النواحي الدفاعية ممكن يلعب يلعب 4-6 مثلا يعني بحط 6 في نصف ملعب مع الانطلاقات بتاع صلاح فهو بيغير الشكل في حالة الدفاع انما بلعب 4-3-3 في حالة الهجوم في لقطة مبارح ظهر فيها هو بيشاور 6 ايوة اعتقد اللي حالك بتقوله ده بالزبت 6 في نصف ملعب يعني بلعب 4 بلعب 6 في نصف ملعب فبلعب 6-5-1 يعني بلعب 4-5-1 اللي هو صلاح في الاول صحيح ففي بعض الاوات انك انت بتم لما انطلاقات نصف ملعب ممكن اه نتكلم ان كان مفروض ان بعد ما نلعب 4-5-1-4-6 ان بعد كده يكون فيه طلقات وجمية يكون فيه ارتداد وجومي بشكل كويس اه نتكلم في الكلام لانما نتكلم في تاكتك ونتكلم في ايه الامور هو اطواع بس مش احيانا يا كابتن نادر وانا نديت مثل النهاردة بمباراة باريس سان جرمان وريان مديد لو حرباك كنت فاركت عليها مباراة الزهاب ايو ايو دولة ابطار رب فاكل انشروتي في المباراة دي عمل ايه هو طيبين كان بيدفع في تلت ملعبه مش في نص ملعبه كان في نص ملعبه وانت بتتكلم في فرقة فيها كانوا كمودريت شوتوني كروس وكاسيميرو ومندي وكرباخات وبنزيمة وبنزيمة طبعا كانوا في تشكيله قوي جدا بسرعة الراجل احترم قدراته واحترم جدا قدرات اللي قدامه كان عايز حاجة من المباراة نخرج منها اتعادل فعمل الكلام ده فهو مش عيب طبعا مش عيب اصلا بالنسبة بتعامل مع الفكرة الدفاعية دي مع الفارف المقارنة يعني مع الفارف المقارنة طبعا في المجموات السعيد في الدرجة التانية زي نفس الكلام لعبت ثلاثة اربعة ثلاثة وبعد كده قلبتها ليه اربعة اربعة اثنين وبعد كده اربعة اربعة واحد واحد يعني وهكذا وبعد كده لعبت اربعة خمسة واحد كل ده جوا الجيم طبعا مع الفارق في المستوى بس انا بكلم على انك انت ممكن تغير في طريقة اللعب وفي الاخر انا واحد سفر بعد كده ثلاث سفر ثلاثة واحد يعني خدت اللي انا عايزه خدت اللي انا عايزه بالظر يعني كسبت المباراة بنتيجة وفي نفس الوقت كمان غيرت تغيير طريقة اللعب هو الاهم فيها تغيير اللعبين يعني انا ممكن العب اربعة ثلاثة ثلاثة دفعية يعني لو انا لقبت اربعة وثلاثة في نص الملعب زي ما حصل نيني والسولية وحمدي فتحي يبقى انا بقلبها هجومي شوية وبعد كده ثلاثة في الهجوم وبعد كده ممكن اغير بعدين احط واحد كمان في نص الملعب يعني تغيير اللعبين تغيير لوعية اللعبين هي اللي بيدي الطريقة الدفعية ولا هجومية فتأكيدا لكلامك انك انت ممكن تغير في شكل الخطة بالنسبة للمباراة على حسب مجرية المباراة على حسب الفرقة اللي بتلعب معك هو بلعب بلعب باتنين جناحين فتحين فانت لازم تثبت عمر جابر وتثبت احمد فتوح عشان خطر ان هو يكون فيه يقفل النقطة القوة بالنسبة للمتخب السنغالي طيب المباراة اللي جاية هي مباراة صعبة طبعا صعبة صعبة لكذا سبب صعبة ان هي اخر مباراة خلاص لينا احنا الاتنين منتخب مصر منتخب السنغالي بتلعب في السنغال بتلعب دكار وسط جمهيد منتخب السنغالي بتلعب مع منتخب قوي جدا على مستوى التشكيل حتى لو زي ما حراك قلت مش هنبالغ في امكانياتهم بس هم فعليا اقوى تشكيلة في قارة الافريقية حاليا دلوقتي المباراة دي نتعامل معها ازاي بقى هم اقوى تشكيلة واحنا اقوى شخصية صعبة حلو حلو هم اقوى تشكيلة بس احنا اقوى شخصية والشخصية دي بتبقى جاية من من التاريخ بتاعت من قدرتك من اسمك كل ده كل ده من التشيرت اللي انت لابسه زي ما بتشوف لعب بيلعب في نادي معين فهتكده بيروح الاهلي بيبقى بيلبس فنية الاهلي بيلبس شخصية الاهلي فاي لعب هيلعب مع منتخب مصر او طبعا زمالك او غير من الاندياك كبير لا ودي حراك مسلك وتريس ارورك دلوقتي مربع باريس انجيمان وريان مادريد في العودة شخصية ريال مادريد الاسم التاريخي الكبير هل تأكيدا لكلامك هل ريال مادريد افضل من باريس انجيمان لا بس شخصية ريال مادريد هي افضل باريس انجيمان المشكلة فيها ايه شخصية الفريق صحية مش هتجيب اكتر من ميسي ويمار وكل اللاعيبة اللي موجودين عشان ما نعدش كتير يعني انما من اول الاتنين حراس لغاية لغاية المهاجمين اقوى لعيبة في العالم بس شخصية الفريق معي شخصية التي شيرت بتاع الفريق صح فهي النقطة كلها انك انت بتلعب بشخصية منتخب مصر فانت هم عندهم قدرات فنية اعلى في بعض المراكز انما انت عندك شخصية بالنسبة للفريق فانت شخصيتك اقوى بعدين على الفكرة مباراة المبارح اصعب كتير من مباراة اللي هناك حلوة طبعا طبعا يا كابتنادي وضح دي بقى اصعب بكتير لانك انت في الاخر لسه ما زلنا بنلعب بفرق الهدف يعني انت انا عندي ان انا اطلع صفر صفر احسن ما اطلع اتنين واحد احسن حتى حتى ايه ان اطلع ثلاثة واحد معايا انا هم حاجة اطلع من هنا صفر صح وبعدين لما اروح هلعب هناك جيبت قول اوكي كواس جدا بس دايما دايما بالعب على الصفر انما انا بقولك واحد صفر عندي هنا احسن من ثلاثة واحد صح لان في الاخر ثلاثة واحد بهدف مع هدفين يبقى انت خلاص الناس عادوا ينترش لما قلت لهم ده لو كسبنا واحد صفر هعمل احتفالات وهمسوط على فكرة على فكرة انا عايز واحد عسل الناس عادوا لك نكسب اتنين وتلاثة لا على فكرة لو انا اهم حاجة ان انا اكسب صفر صح صفر احسن بالواحد يعني حتى لو صفر صفر مش واحد صفر اتنين صفر ثلاثة صفر بالزبط وللسنغال تسجل فيه طبعا طبعا انت دلوقتي بتلعب على الصفر ومعاك هدف يعني انت بتلعب على فرصتين صح وكمان عندك فرصة ان انت تجيب جول صحيح فطبيعي جدا السنغال هتلعب ماتش هناك مفتوحة اكتر عندنا سرعات كويسة من مرموش ومن تريزيجي ومن صلاح فبالتالي انك انت هتقدر انك انت تسجل هدف يعني انا شايف كده احنا ممكن نقدر جدا نسجل هناك في السنغال طيب احنا الوقتي كنت بقول النهاردة انه الراجل ده اشتغل بصفة اول من المدافعين بقى عنده صفة تانية من المدافعين وده اخل الوقتي على الصفة التالت الصفة التالت فأزمات متتالية تحديدا في خط واحد يعني مش في بقى الخطوط اكتر خط تأثر مع كارلوس كوروش هو خط الدفاع مين اللي هيلعب تتوقع في المباراة مين الانسب للمباراة دي من الاسماء اللي موجودة الوقت مع غياب الوينشو عبد المنعي من المؤكد خلاص مين اللي ممكن يبقى اجهز الناس او الناس اللي ممكن يليقع على المواجهة دي اعتقد علي جبر انا شايف ان هو الاجهز بخبراته لانه ما تنساش انه هلعب فترة طويلة جدا مع هكتر كوبر فانا شايف ان علي جبر الحقيقة ممكن وعنده تمركس كويس وعنده رؤية كويسة ولعب قوي وعنده خبرات واحتك ولعب في افريقيا اعتقد ان هو الانسب مش الان ان هو كان بعيد تماما عن منتخم مصر فترة دي ودخل خلاص قبلها بيومين تلاتة لا 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 يعني اتمنى ان هو يكون جاهز بدنيا هو بدنيا جاهز اعتقد عشان بيشارك مع بنا متزاق يعني مهم اول ان هو يكون جاهز بدنيا انه معالي جبر اعتقد هيد اضافة كويسة بخبراته اللي احتك بيها محمود علاء ممكن بالخبرات اللي احتك بيها مع الزمالك في الفترة اللي فاتت ممكن يقدي بشكل كويس ياسر ابراهيم كون ان هو نزل وقدى بشكل كويس لحد ما ممكن برضو ان هو يدخل فانا شايف ان مش هابع عند ده مشكلة ايمن اشرف ممكن جدا يدخل كسدباك برضو او كمدافع تاني فعندك من المدافعين ممكن يقدر يقوم طبعا كنت اتمنى ان احنا نكمل بالوينش وعبد المنعم انما حصل الكندا في طوط افريقيا يعني حصل فالعبه جاهزه ومن الواضح الميزه من موزات كاليس كروش ان هو يجهز كل لعبه زهنيا صحيح زهنيا ونفسيا كويس اي لعب هيلعب هيلعب كويس جاب عمر جابر من بعيد جدا وقدمتش كويس قتلسة سلك لعمر جابر بزبط قده كويس اه قده كويس جدا يعني جي من بعيد جدا وزيز علي جابر عمر جابر بقاله فترة بعيدة عن المتخب مصر جيمن بعيد جدا ولعب على ساديو ماني جيم كويس جدا جدا بناها حد دفاعية ومناها حل جمية كمان فانا شايف ان ميزة كارلوس كروش ان هو بيجهز اللعب ما بلعبش على 10 لعبين بس او 11 لعب بس بلعب على كل اللعبين بديهم سلقة كويس بيجهزهم كويس زهنيا ونفسيا يقدروا انهم يلعب في المباريات الافريكية مرحاية خروج المغلوب تحديدا مصر ما دخلش فيها اي هدف غير هدف هدف المغرب اللي جي من ضرب الجزاء مباراة السنغال في الفاينل 120 ديئة بلا اهداف مباراة 90 ديئة 20 و 10 ديئة مع السنغال بلا اهداف يخشهم الماك بحيث دايما منظومة كارلوس كروش الدفاعية منظومة نكحة ليه نكحة؟ اعتقد ان هو اولا اختياره للعبين ده مهم قوي توظيف اللعبين مهم جدا وفي نفس الوقت كمان تأمين الصغارة يعني هو بيحط الطريقة تبقى لقدرات اللعبين يعني في بعض الوقت ممكن تكون عندك اتنين لعبين مثلا في قلب الدفاع ما يكونش عندهم صورة عقوي فبالتالي ما بيحاولش ان هو ما بيحاولش ان هو مثلا يعمل الدفاع متقدم الدفاع متقدم يعني يطلع لفوق فبالتالي يضغط الفرقة من نصف ملعبها فهيبقى في مساحات ورد المدافعين فهيبقى فيها مشكلة في انك انت انك انت تعدل من التمركز تاعك انك انت يكون عندك سرعات مع المهاجمين لو انت ما عندكش السرعة الكافية فبتعمل عمق بسيط شوية وفي نفس الوقت تبدأ المساحات عشان ما يكونش فيه اي تمريرات في العمق بالنسبة للعبين فده هيبقى نقطة برضو نقطة ممكن يكون فيها مش ضعف نقطة مش قوية بالنسبة للمتخب مصر يعني فان هو يثبت احمد فتوح وثبت عمر جابر فبيلعب باربعة قريبين من بعض يعني في بعض القات قريبين من بعض لان فتوح لو ضغط او عمر جابر لو اقفل من برة فبالتالي ففيه مساحة مفتوحة مبين مثلا الوينش وفتوح او علي جابر وفتوح فبتلاقي فتوح بيلعب قريبين من بعض يعني الخط نفسه قريب من بعضه مش فتحين خط نصف ملعب فبالتالي هيبقى في المشكلة في تمريرات العمق يضغط على برة. بتلاقي الوينش بيدم شوية. بتلاقي عب منعم بيدم شوية. بتلاقي عمر جابر بيدم شوية. فانت بتلعب كوحدة واحدة يونة واحدة في ناحية دفاعية. مع وجود حمد فاتحي قدام النص ملعب قدام المدافعين. فهو الوحيد اللي بينزل شوية. وانني كان وصولية هما اللي طالعين لفوق شوية. بتبقول دايما وحلاكة الوقت شرحتها تكتكان وفنان بشكل عظيم وراعب. بصلاة بقولها ده نظريا يعني. انه دايما كارلس كوروش بيحمي المدافعين بتوعه. يعني هتلاقي المدافع جنبه مسلا حمد فاتحي جنبه عمر جابر جنبه يعني مش هتلاقي الوحده. يعني مش هتحط في موقف واحد ضد واحد دي أبدا. يعني عشان الناس بتسأل دايما اجماعة مهولوينش كان عنده أخطاء في مباريات الزمالك. محمد عمريم كان عنده أخطاء في مباريات الآلي. طب هم ليبيا تعلقوا لما يبلغوا منطقا مصر. بزرح. لحالك قلتوا ده بالزبط. بزرح. انه هم هنا محميين في الاهل يمكنه زمك عشان بتقدموا كتير كلهم فبيبقلوا أحده بيقش السباقات سرعة. بزرح. هتلاقي كارلس كوروش بلعب بطريقة مثلا. وكان هكتور كوبر بلعب بطريقة. كان هكتور كوبر بلعب بطريقة زي السهم. زي السهم كده. ان هي يعني سهم كده كان قدام فيه مهاجم صريح زي مرون محسن او كوكا او كده. وبعاكده صراح وتريد جيه برجعوا. فبيقف في المطقية القلب. كنت تلاقي ان علي جبر وحجازي ما بطلعوش لبرة. دايما بلعبوا لجوة. فكان بيثبت اتنين مدافعين. كان النني اعتقد ومش وكر من طريق حامد. من النني وطريق حامد في القلب. وراهم علي جبر وحجازي. وبعد كده كان باكرايت. باكرايت احمد فتحي. وباكليفت اعتقد كان. كان كريم حافز. كان بغير في عبد شافي اعتقد. وبعد كده اللي بيدافع من بره الملعب. كان صلاح وتريزي جيه. وكان بيحط في القلب 3 لعبين. كان عبدالله سعيد في فعض القوات. وكان طريق حامد. وانني. فهو بيقفل بيقفل منطقة القلب. لا اكتر كوبر بيقفل بس بيقفل عرضي. يعني ما بيقفلش. ما بيقفلش في العمق بس. انما بيضم اللاعبين كلهم مع بعض. فبالتالي منطقة ال 18 هي الاهم والاخطر. يعني انا حتى انا يعني 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 سوري ان انا بدي امثلة في بعض الاوقات على تجارب الشخصية. انا حتى كمان المدافعين. مثلا انا انا بقع بثلاث مدافعين بقع بثلاثة أربعة ثلاثة. فالثلاث مدافعين دول حتى لو في واحد. لو بلعبه اربعة اربعة لثلاثة او ثلاثة ثلاثة. وبعد كده ده بيروح وده بيروح وراه. وبعد كده ده بيرحل شوية. بس بينزل تحت عشرين كنت شايف ده وتشايف ده. فما بقاش عندي مشكلة. مادام الكرة في الناحية واللعب في الناحية العكسية اللي هو حتى فريه والواحده. على بال ما تروح لو تقدر ان انت ترحل تاني وتنظر تاني وهكذا. معاي. فهي النقطة كلها انه هو بيحرك المدافعين. كواحدة واحدة كيونة واحدة. فبالتالي ما بقاش في مساحات في العمق. وما بقاش برضه في مساحات في ناحية الكرة. فحتى لو الناحية العكسية في لعب حر زي سيد يوماني مثلا على سبيل المثال. وكل بدخل فكل بتخرج كيونة. طيب الناس احيانا بتحس ان اداء الدفاعي ده حاجة مملة. وبطبيعة الحال كلنا نحب الكرة عشان الاهداف للشبكة التهاز. بس حتى الكرة الدفاعية دي بقت دلوقتي ممتعة. يعني معظم فرق ومنتخبات العالم لما انت كمدرب. حتى كمشاهد عادي مش مدرب او حد يلاعب كرة. بيشوفها كمان انها ممتعة. ازاي بيقدر يقفل بالطريقة دي. ازاي بيكتعد سيميوني. استورتو كمدرب بالدفاع. مولينيو نفس القصة. برتغال خادت كاس اوروبا بالدفاع يعني. وبرتغال عندها قضاءات هجومية. فالدفاع انا بس عاش حاجة توضح للناس انه هو برضو حاجة ممتعة في الكرة. ومش تازم نهاجم عشان نبقى بنلعب كرة ممتعة. طبعا طبعا. اصلا اصلا نقطة كلها ان انا هي زي ما بتقول كده. مش اللي هو احنا بلعبش في دورة رمضانية يعني. ايوه. انت بتلعب انت بتلعب مبارا دولية كبيرة جدا. المدرب بيقعد يفكر ويجتهد ان هو ازاي يقفل على الفريق المنافس. وازاي ان هو يفتح صغرات في الفريق المنافس. فدفحة ذاته زي ما انت بتقول فيها ادراسها. واحنا بنستمتع بكل حاجة. هي الكرة اصلا متعة. يعني هو بس الناس واخدها في ناحية تانية. الكرة اصلا هي متعة. هي تعاملت عشان نستمتع بيها. صحيح. ان احنا نستمتع وفي نفس الوقت بتجمعنا كلنا مع بعض. وتجمعنا كلنا. لو انت بتكلم على منتخب مصر. فبتجمع الناس كلها. طبعا احنا بتجمع في حاجات كتير جدا مهمة في حياتنا. سواء في شغلنا ولا في مشاريعنا ولا في. ان احنا نساند بلدنا دايما. وان احنا كلنا نكون ايد واحدة. برضو الكرة بتديك عايز اقولك ايه تجربة تجربة حلوة ممتعة. انك انت ازاي كلنا نكون ايد واحدة. احنا كلنا ايد واحدة في ماتش كورا. هنكون كلنا ايد واحدة في حاجات كتيرة جدا بتحصل في بلدنا. طيب. السؤال ده سؤال عريض شوية. بس لازم اسأله لحد. وانا عارف ان انت ممكن ما يكون شوائته بس اسأله. كالوس كيروش. تجربة نكحة مع منتخب مصر. حيث انه مكسب لمنتخب مصر حيث ان احنا كسبانين من كالوس كيروش. اكيد هو كسب انه بيدور منتخب مصر. ده مكسب اكيد كبير ليه. بس هو اضافة فعلا لمنتخب مصر. كالوس كيروش مدرب عالمي. يعني انتпервых متغرف عالمي. انا متهم على هو واحد من المدربين العالميين الكبار المعددين في العالم. لما انت بتكلم على جوارديولا بتكلم على مورينيو. بتكلم على أين كان. يعني كلم على ألسين Lo кор. بتكلم على كارلس كيروش. من حدنا حظنا ان كالوس كيروش موجود في مصر. لأن كارلوس كورش كمان في ميزة هو مش كوتش مش مدرب هو مش كوتش هو مانجر في فرق أعتقد كنا كلمنا على بعض أعتقد أبل كنا طبعا نقولها تاني وننضحها للنجلس في فرق ما بين المانجر وفي فرق ما بين الكوتش هكتر كوبر كوتش يعني أنا بكلم على المدربين الكبار كابتو جاهري مانجر كابتو حسن شحاتها كوتش المانجر ده اللي هو بيدير منظومة يعني بيدير منظومة كرة القدم بالنسبة لما سوزاي يعمل أجيال جديدة ويطور في اللعيبة وفي نفس الوقت يطور وبرده بينافس ويخلق أجيال جديدة ويعمل قاعدة من اللعبين وقاعدة اللعبين دي يتغذي بيها كارلوس كوروش كان من أنجح التجارب اللي مر بيها إيران مثلا حسن ابن وسهل عالثمان سنين في إيران وصل معهم كسعالم حق نتاك كويسة عمل قاعدة كبيرة جدا من اللعبين في إيران كان ليه تدخلات كمان في إدارة المسابقة كان في تدخلات في البنية التحتية بالنسبة للملاعب فده بيخدم على شغله هو يعني عشان كده إن شاء الله نوصل كسعالم عشان يبقى دافع كبير جدا لإستمرار كارلوس كوروش في مصر مش بس مع منتخب مصر في مصر لإنه إحنا في الأندية في المتخبات بندفع فلوس كتير جدا للمداربين وبعد كده في الآخر بنخليه كوتش إحنا لازم نستفيد من كل قدراته وكل إمكانياته لإنه إنت بتدفع مرتبات كبيرة يعني ما فيش حد فيه اللهم إلا إلا إمكان بعض دول الخليج أو بعض أندية الخليج بتدفع المرتبات دي إنت بتدفع مرتب كبير جدا على سبيل المثال لفريرا في الزمالك وليمسيماني في الأهلي وكارلس كيروش اللي هو الناس في بعض الناس بتتكلم على المرتبات هو مرتب بتاعه عادي جدا زي زي المدارب الأهلي والزمالك على فكرة صحيح ها أكره إيش يعني صحيح فاهمني هو أعتقد هو مستمتع بالشغل في مصر هو عنده معين وعايز إن هو يعمل حاجة معينة للكرة المصرية بشكل عام إنما لما تجي تتكلم على الفئة بتاعة كيروش في المرتبات لا مرتب دا ولا حاجة بالنسبة للمرتبات العالمية عارف كابتن نادر أنا بحس إنه إنه كمان هو مش جاي لك زي ما حالك قلت مش هول الكلاس وأنا جاي أنا أصلا مدارب كبير وأنا اسمي كبير لا دا جاي تحسوا أكينه بيبدأ تدريب عنده هدف وعنده حاجة عايزة وسألها ومتحمس بالزبط لأ جاي برضو يقول أنا جامد خلاص يا جماعة مش هلأ جاسبت حاجة بالزبط لأ دا بالعكس دا أنا بأكد على كلامك صح إنه هو رغم كل اللي أنت قلت وهو كله صحيح هو برضو مش جاي عشان يقول إيه أنا كده كده جامد فأنتوا يعني استفيدوا مني وإنتوا مبستوا لأ دا جاي عايز يسبت حاجة عايز هو عنده جديد هو إيه خليه سيب كولومبيا وييجي أعتقد ممكن نطلع من كولومبيا من منتخب كبير جدا مصنف عالميا يطلع المنتخب تاني صحيح منتخب مش هقولك في أوروبا ممكن منتخب برضو في أمريكا التانية عادي يعني صحيح عادي وفي نفس الوقت كمان مع ظنش كارليش كوروش جاي هنا عشان ياخد مرتب يعني يعني صح مش هبقى تقولك جملة اللي هي بتاعت إيه دجا يخل منها فلوس وخراف يعني يعني عشان إيه إضرب كذا في كذا لا هو على فكرة المرتب ده ولا حاجة بالنسبة ومرتب ده يكاد يكون زي مرتبات مداربين بس الاحترام ما ينفعش نتكلم في الأرقام زي مدرب الأهلي وزي مالك بل ممكن يكون في بعض الأقل عادي جدا فإن النقطة كلها احنا أنا شايف الحقيقة احنا من حصن حظنا ان احنا عندنا ان احنا معانا مدرب كبير أو كوتش مانجر كبير زي كاروس كيروش ما قدرش اقول انه مش ساحب قرار وما قدرش اقول ان احنا لقدر الله ما نفسدش بس حتى لقدر الله ما صناش كاس عالم لازم يكمل مع مصر غاية بطولة أفريقيا اللي جاية لأنه هو مش بس هيوصل بطولة أفريقيا اللي جاية وممكن وناخد بطولة أفريقيا لا هيعمل أجيال جديدة من اللاعبين اللي ممكن تفرق كتير عشان كده بقولك كان دايما بيخلق ثلاث أجيال لمتخب مصر وجيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل كابتل حسن راجل رائع جدا وعمل نتائج كبيرة جدا جدا مع متخب مصر بس كان باخد اللاعب الأجهز هو ماليش دعو بأنه هو تجيز أجيال وهكذا انا كنت مع الجيل كلام عنه شوية بس محمد صلاح شوفت محمد صلاح ازاي مبارح محمد صلاح عمل أدوار دفاعي مبهرة جدا ومداشر لحظتك كلاما بيجاني طبعا طبعا أنا عشان كنت في الملعب كنت تتفرج في الملعب فأنا كنت شايف صلاح وكنت شايف كمان الردود أفعال صلاح مع هاللعيبة لأن لما صلاح يكون بيموت نفسه ويكون بيرجع يقدر دور دفاعي وبعد كي بتكلم مع اللعيبة فمهم قوي أنك أنت يكون عندك ليدر وبتحبه يعني هو محمد صلاح مش ليدر بالعافية لا كمان اللعيبة أنا شخصيا يعني صلاح تقابلنا كذا مرة مع بعض بس طبعا مفيش أجيال بعيدة قوي ما بيننا هون بعض بس أنا شخصيا بحب يصلاح مش عشان لعب كبير بس هو حتى عن مصال شخص المصال إنساني إنسان رائع الحقيقة مش بس في الميديا أنا بكلم حتى في العادي في الطبيعية فبرضو تأثيره كعن مصال شخصي مع اللعيبة وصلاح الإنسان مع اللعيبة ده مهم جدا جدا تعتقد فرقة شرط القيادة معه يعني حايز تحول في الشخصية هو على فكرة مخترام الكامل طبعا ليه السيستم المتخب المتخب مصري دايما بالأقدمية بس أساسا يعني إحنا يعني يعني دايما إحنا بنحب صلاح قوي ونفتخر بصلاح جدا ولو حتى هو مش عايش شرط القيادة لازم إحنا ندهاله لأنه عنوان لنا كلنا يعني هو زي ما كل الناس بتفتخر بميسي في الأرجنتين ورونالدو في البرتغال فمحمد صلاح يعني هو الناس واللعيبة والمسؤولين هم يقولوا يتفضل صلاح ممكن تاخد شرط القيادة يعني فلانه ده ممثل لنا ده ممثل زي ما بتشوف كتير من اللعيبين الكبار هم مش بالعافية يعني ولا عشانا نجم لأ بس عشان خاطر هو بيمثلنا صحيح زي ما احنا كلنا بيكون مبسوطين هو بيلعب في ليفر بول نول صراح ده بتاعنا على فكرة صراح ده بتاعنا طيب المباراة اللي جاية يمكن من كلام حضراتك انا شفت انه عمر جابر هتعايزه يكمل موجود في التشكيل اه طبعا انا شاف انه ادى دور كويس جدا وكان بيلعب مباراة كبيرة جدا ودخل في المباراة بسرعة حيث ان فيه اي تغيير ممكن يحصل في شكل باستثناء اتنين مدفعين طبعا اللي هيبقوا متغيرين اتنين مساكين اه اعتقد لا لان مصطفى محمد كمان بيقوم بدور دفاع مهم جدا جدا ومصطفى محمد بلعب قوي جدا جدا وبيقدي بشكل كبير قوي سواء كان من ناحة دفاعية او من ناحة لجومية لانك انت لو لاحظت هتلاقي مصطفى محمد في الحالة الدفاعية بينزل لنصر الملعب صحيح فبيبقى يعتبر هو لعب خامس في نصر الملعب صحيح وصلاح هو المتحرك شوية عشان بعض الناس تلوم على مصطفى محمد بتسجيلش هداف ليه محطة موسكوش لا هو دور مصطفى محمد انه يكون لعب ضمن العشرة اللعيبة بيقدي صحيح يعني له ادوار معينة ادوار معينة وكان ليه كمان يعني كان في بعض الوقات ليه تأثير في بعض الهجمات على مرمى سنغال صحيح انما فهو مصطفى محمد في الحالة الدفاعية بينزل نصف الملعب في الحالة الهجمية بيروح على كرقم تسعة يعني كمهاجم مهاجم صريح وتريزيجي كامل وتريزيجي كامل انا شايف تريزيجي برضو كامل مرموش ممكن يكون تغيير كويس ازيزو ممكن يكون تغيير كويس انا اعتقد ان هتدور حوالين وبعدين ممكن احنا تكلمنا في كلام ده قبل كده ان مكاسب المتخب دايما بتكون لما كلنا نكون عارفين التشكيل بينزل الثمانين في المية تسعين في المية انما اللي هو ايه كل ماتش بتشكيل ومش عارفين مين هلعب مع مين ومين وفيش تجانس وفيش كلام ده فاحنا كلنا بقينا عارفين التشكيل بنختلف في واحد واثنين صح طب هلعب مين مع مين على حسب الماتش بس انا شايف ان الطريقة كده هتبقى كده صحيح كابتل نادر سيد شرفتين ونورتين لانك العادة حقيقي دايما بستمتع بالحول شكرك ربنا خليك ودائما انا بشكرك على على لان هو ده الدور الحقيقي للإعلام لان مباراة السنغال اللي جاية مش مباراة يلعبها اللعيبة بس وورا الإعلام هيفرح بيها جمهور هيفرح بيها اللعيبة هتفرح بيها هي مش بتاعت كالنس كيروش بس صحيح بتاعت اللعيبة بس دي بتاعت كلنا بتاعت بقول لنا صحيح كابتل نادر بشكر حالك شكرا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستهى بالأمير عبد الحليم وأيضا محمد جمان نتكلم معهم شوية كورة أيضا عن منتخبنا ومبراطه أمام المتخب السنغالي خليكم معنا اشتركوا في القناة 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 منتخب السنغالي أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومتخب السنغالي وما ينفعش احنا المنتخب التصنيف التاني الوحيد واشننخب على الناس ده الواقع ده الرسمي احنا المنتخب الوحيد اللي في المرحلة الي كسب مطش كل حاجة حلوة مبسوط او مش مبسوط؟ مبسوط جداً بس اديني بقى ايه؟ اديني مساحة لشان انا حنفجر بص انا بصراحة اياني منبارح حاسك ان احنا بطلنا نفرح يعني بطلنا نعرف نفرح انا زمان كنا منفرح بقى اللي حاجة افاكر ماتش السنغال في 2002 و رأسة ميدو كان كورنر الهاجمة الوحيدة طول الماتش ما تعتبرش هاجمة كورنر بالمناسبة انا اسف انا هقطعك والله عشان اكتف الماتش ده في الاستاد احنا الماتش ده يتهاجم علينا من السنغال عشر اضعاف اللي حصل امبارح ده بنقولك على حاجة بقى جوزيف بلاتر لو تفتكر كان حضر الماتش ده عشان يكرر حسام حاسم جوزيف بلاتر بعد الماتش قال جملاً عمري في حياتي ما هنساه قالك الماتش ده لو تعاد مئة مرة السنغال هتكسب صحية نادرش تسايب كانت نادرسكت قبلنا وكا ممكن نسأله لو هو لسه في الطريق شال بلاوي الماتش ده كسبنا واحد سفر وعدنا نحتفل للصبح في الشوارع لان هو ده اللي رجع لنا الامل احنا كنا متعدلين مع ناميبيا وكنا خلاص بقى كانت السنغال بتاديت تشرخ والمغرب بتاديت تشرخ فالماتش ده كان لازم نكسب فيه لو ما كناش كسبنا علماً مع كامل الاحترام لجيل السنغال 2002 اللي هو كان جيل رائع جداً بس حتى الجيل ده احسن من جيل السنغال 2002 مع كامل الاحترام طبعاً بكتير ده متكامل بكتير الحاج ديوف اللي هو بالنسبة لنا بقى كان حاجة وما حصلتش وبتاع لما راح ليفربول الزمايله بيقولوا انهم استغربوا ان العيب بامكانيات المحدودة دي جاي ليفربول شو الساديو ماني دلوقتي واحد من اساطير ليفربول تعال عشان ما نخرجش برا الموضوع نتكلم عن الماتشم انت راجل بتحب جوزي مورينيو صح؟ طبعاً وانا بحب جوزي مورينيو الراجل ده سنة 2018 كان ليه مؤتمر تاريخي قال فيه ان منشستر رونايتد مشكلته هي الآرث القروي قال الكلام ده امتا بعد ما منشستر رونايتد خرج من أشبلية في دورة 16 في دور الأبطال الصحافة انتقضته لأعلام انتقضه يا راجل ده انت منشستر رونايتد فرح الراجل ده راح داخل مؤتمر الصحفي جاب له منتاج منشستر رونايتد حتى اوقاته بعد السير آلكس فيركسون وقال لهم هو ده اللي اتحسبوني عليه اللي لانتوا بتتكلموا عليه هو الآرث القروي اللي كان بيعملوا مشاث رونية تدقى تاريخ يعني بالزبط احنا هنا لحد النهاردة فيه إعلاميين فيه صحفيين فيه جمهور عايش وبيدور في فلك جيل كابتن حسن شحادي اللي هو انتهى امتى او اخر ذكرى حلوة لنا معاه امتى كانت من 13 سنة من سنة 2009 في كاس القراط وبعد كده الموضوع انتهى بالخسارة في تصفيات كاس العالم من الجزائر وبعد كاسة 2011 كنا خلاص بنخسر من جنوب أفريقيا فكان الجيل ده خلاص ابتدى ان هو يجيب اخره احنا مشكلتنا ان احنا بندور في الفلك ده لما بنيجي نفتح سدرين على كروش وانحسبه وانحسبه على طريقة لعبه ما بنحسبوش على ان الجيل ده جيل نفسه اللي معاه كان بيعمل ايه مع مدربين قبل كده وهو ده المنطقي هي دي المقارنة العدلة لا احنا بنحسبه بحاجة فات عليها 13 و14 و15 سنة طيب احنا بنقول ان كروش مش بيلعب كرة حالوة وان كروش بيدافع ايه جماعة هو بيلعب ضد مين احنا تصنيف تاني هو ده المفترض اللي احنا نحطه في دماغنا ايه دي الحقيقة لحنا بنرب منه بالضبط احنا تصنيف تاني بنلعب ضد اقوى منتخب في التصنيف الاول مش مجرد منتخب تصنيف اول بنلعب ضده وهو اخر خسارة رسمية ليه كانت سنة 2019 على ايدي الجزار في نهاي كاس الامم بالضبط هو في الفترة دي بقى عمل ايه وصل كاس عالم 2018 ما صعدش دور الستاشر عشان كان عنده انذار زيادة عن اليابان ووصل نهائي كاس وامر افريقية 2019 ووصل نهائي 2021 وتغلب عليك وخاد الكاس هي دي هو ده منتخب السنغال دلوقتي احنا من سنة 2006 سنة 2006 كنا احنا الاقوى في القرى وكان منتخب السنغال كان وقته هو اللي بيعيش بقى حالة تراجع بعد جيل حج ديوف وهنري كامارا وقاليو سي سي لكن دلوقتي احنا اللي بنعيش تراجع وهم عندهم حالة استقرار كبيرة هم دلوقتي اللي يتدايقوا ان هم خسروا من منتخب تاني في القرى مش احنا اللي نتدايق علشان كسبنا واحد سفر ده الجزء الاولان الجزء التاني احنا يا جماعة في الفترة الحالكة اللي احنا عشناها من 2011 لحد النهاردة عد علينا راجل اسمه بوب رادلي فاصعب ظروف عدت عليها الكرة المصرية ما كانش فيه دوري وكان فيه حادسة برسعيد وما كانش فيه اي مسابقات يقدر ان هو يختار منها لعيبة وقدر ان هو يكسب كل الماتشات في التصفيات ففتح سيدرو وراح غانا وانا وانت روحنا نتفرج عليه في غانا وخسرنا ولعبنا كرة هجومية وخسرنا 6 واحد انت اكيدا كنت سامعني النهارة اصلا ديت نفس المسأل بالزبط بقولت بوب رادلي ده كل حاجة حلوة في الكورة على فجأة عشان بقولت للناس حتى قلت انتوا فاكرين لبوب رادلي الماتش 6 واحد بس انتوش هتفتكروا اللي قبل كده انت هتفتكر اخر جملة اخر جملة كانت 6 واحد لكن قبل كده كان عامل اداء رائع جدا وفي ظروف صعبة ورغم كده خسرنا بنتيجة كارثية 6 واحد وخرجنا من تصفيات هل اتكرم يا كريم؟ هل حد قال والله لا الراجل ده كان كل نتائجه معنا اللي قبل كده ممتازة فليأ حسبه علاماتش زي ده هو ممكن يكون غلط فيه وبيحاول ان هو يلعب كرة حلوة مش بيحاول بقى ان هو يقمن دفاعه طيب النهاردة هو كروش بيحاول بقى ان هو يلعب على قد امكانياتنا ويقمن دفاعنا فبنكسب فنتدايق طب يعني لو كنا احنا خسرنا اتدايقنا كسبنا اتدايقنا يبقى ايه الخلل بقى ايه المشكلة المشكلة ان احنا مش عارفين نبتدي مشروع مع مدرب ونكمله للاخر وبنجيب المدرب نحاسبه على كل حاجة رغم ان هو طرف المنظومة يعني حديك مثال فرناندو سانتوس ده مدرب منتخب البرتغال باسماء قليلة وباسلوب دفاعي كسب يورو 2016 باداء يعني كمة الكلاحة تمام دفاع ايدا جدا وطالع احسن توالد بترث نقط لو تفتكر ايوه في اليورو في المجموعة اه وكمة الكلاحة يا جمال الراجل بقى دلوقتي معاه منتخب العالم كل مركز فيه افضل لاعب في العالم ايه اللي بيعمله بيلعب باسلوب دفاعي بيبقى بيلعب على ملعبه ضد سربية وبيبقى جاي بجولف ديال اولى فبيلجأ للدفاع فبيخسر فبيروح الملحق يعمليه في الملحق يبقى كسبية 2-0 فيرجع يدافع ضد تركيا فتركيا تسجل وبعد كده تضيع ضرب الجزاء فالراجل وهو معان جمال عالم برضو معتمل على نفس الاسلوب يبقى دلوقتي اللي مفترض التفكير ايه اللي يحصل ان انا فيه اوب جريد حصل لمنتخب البرتغال فممكن منتخب البرتغال برضو يأوب جريد ويروح لمدرب باسلوب مختلف لكن ان انا هجي فرناندو سانتوس وهو راجل كبير في السن وعمل كاريره كله وان هو بيلعب باسلوب دفاعي واجي بقى اقول له تعالى غير اسلوبك الدفاعي ده مش منطقي هو ده برضو اللي احنا بنعيشه انت النارده جايب كوبر وجايب بعده كلوس كيروش فبتي روح تتفاجئ ان هم بيلعبوا اسلوب دفاعي وتروح تنتقدهم في المؤتمرات الصحفية يا جماعة انا ساعات بحس ان احنا لو جلنا جوارديولا مثلا يعني في يوم من الايام هيجي صحفي برضو ورح سألوا في المؤتمر الصحفي وانت ليه ما بتلعبش كرات طلية احنا ليه ما بنسألش على المداربين قبل ما نجيبهم بس سجد جمال ليه كلمة مفتوحة برضو قبل ما نقوم على البرد طيب احنا في اسراع ما بين الواقعية المدرسة الواقعية اللي بيمثلها كارلوس كيروش والنستاليجي اللي احنا كلنا عايشينها من جيل كابتن حسن شحاية 6-18 هاي السراع ده سيظل قائمة إيه لأنتق يقتنع الناس انه احنا عندنا شرطة نوعا ما في بعض المراكز او نقص في بعض المراكز الكواليتي محتاجة تتطور تتطور على الصعيد البدني تتطور على الصعيد الفيزيك ده مش ابني اللعيب بين يوم وليلة انا محتاج مشروع زي ما قال امير كارلوس كيروش هو طرف من اطراف المنظومة الكروية في مصر القماشة اللي متاحة لي وخلينا نروح لنقطة مهمة جدا انه اطلع عليها الانتقاد ونقطع عليها المشكلة احنا هنا من قبل مباراة لسنغال وفي اكتر من مناسبة كنا بنتكلم انه نتمنى ان نخرج بشباك نظيفة نتمنى ان نخرج بشباك نظيفة قبل ما نكسب واثنينا على كارلوس كيروش وهو بيكسب وهو بيقدم مردود ما بين والبين في البطولة العربية على منظومة الدفاعية لذا للراجل بيثبت انه قادر على تكوين منظومة دفاعية وشرحنا في اكتر من مناسبة ايه المنظومة الدفاعية ليه المنظومة الدفاعية بتاع كارلوس كيروش نكح ده قلت نقطة وملاحظة عظيمة جدا وانت بتتكلم مع كابتن نادر السيد في الفقرة اللابليلة انه ليه في بعض اللعيبة المردود بتاعها بعد كاس الامم وصن الفاينل اهتز على صعيد الخط الخلفي احمد فتوح مع الزمالك الاتنين سنتر باك سواء محمد عب مينم او محمود حمدي الوينش كلهم المردود بتاعهم اهتز نوع عما درجات لكن المردود بتاعهم اهتز ليه؟ لانه ما كانش متوفر لهم مع فراغهم سواء مع الاهلي او مع الزمالك او مع الزمالك او مع الزمالك الحماية البلوك او السطارة اللي بتتعامل قدامهم من الثلاثة سواء حمدي فتحي عمر الاتسولية ومحمد النيني الراجل لو ما اشتغلش بالمنظومة دي وما اشتغلش بالثلاثة ده ما كناش هنشوف اللعيبة بتدي المردود ده ايه اثبات اكبر من كده ان انا بشي اللعيب وبحط اللعيب بلاقي المنظومة محافظة على نفس التماسك اذا بالاضافة لانه طبعا يحي كل اللعيبة اللي اشتغلت مبارح سواء الوينش وحمد عبد النام لحد الاصابة لحد الديها تسعة وثلاثين ومن بعد ياسر ابراهيم يحيوا جميعا على الاداء اللي عملوا مبارح لكن ده كله يحسب للراجل احمد ياسين في مباراة الجزائر قدام الجزائر في البطولة العربية بينزل وبيتبت نفسه وبكسب العيب عمر كمال عبد الواحد بينزل المنظومة لا تتأثر عمر جايب الرغم كل التخوفات وانا كنت واحد من الناس المتخوفين مبارح قبل وداية المباراة وعمر بقاله رغم تمتع بخبرات كبيرة من وقت الاولمبياد عشر سنين حتى الان ما بين اينو اوت مع المتحدة بس ادى بشكل كويس ادى اداء جيد مقارنة بالستاندر والتخوف اللي الناس كانت متخوفة جدا جدا منه حتى لو عنده بعض الاخطاء طبيعي جدا مباراة امام للسنغال يبقى عندك بعض الاخطاء ده الساديو مانية ده الساديو مانية ده الساديو مانية الناس عمات شار الكورة اللي هو رقص فيها دي الجماعة هو بيعملها عشرين مرة في الدول الإنجليزي في البراميال ليل ما عزم مدفعين ما عزم مدفعين ما عزم اللي مشتغل كده لو عزم مننا في واحدة ايه حجم الاستغراب ان الساديو مانية عزم اه ممكن كنا نتعامل مع الكورة بس ما هو دي قدرات فردية خارقة هيا لخلاف ليفربول واحد من اعظم المهاجمين اللي موجودين في العالم طبعي التوفيق يا كريم ما بيجيش انا عندي قناعة تامة حتى في الكورة ما بيجيش الا لمن يصحقه للمجتهد صح انت مش انبارح بس ان كنت موفق وما تمش تسجيل فيك معدلات استقبالك للهدف في بطولة افريقيا كانت بنفس النتيجة بنفس الشكل انت استقبلت الهدف اللي في مرماك امام المغرب من راكل الجزاء مادونة زالك لم تستقبل امام الكاميرون لم تستقبل امام المنتخب السنغالي نفسه مش بتسعين دقيقة مية وعشرين دقيقة لم تستقبل الناس بس مش وغدا بالها ان انت عندك مش نقص مش مشكلة في خط الدفاع انت خط الدفاع بالكامل باستثناء فتوح مش موجود انت بغيب عنك حجازي افضل مدافع في اخر عشر سنين فتوح غيب فتوح كمان غيب في كيسي الامم وكان ايمن قشف لها وخرج فتوح مباراتين بسبب الاصابة شد عاد قاعد تاريباً 8 يام مش موجود فانت الانبارح في المباراة بتلعب بالتنين اللي كانوا موجودين واحد دنهم كان موجود اللي هو محمود حمدي الوينش والرجل اللي نزل اتصاب ونزل ياسر ابراهيم يشاء القدر انه راجل كمان رايح بتشالنجي اصعب كتير انه كده بيفقد كل خط الدفاع تقريباً بالكامل عمر كمان عبا أحمد مكانش موجود معاقب مباراة مباراة فتوح عاد لكن الاتنين اللي لعبوا مباراة سنتر باك ورجعوا المباراة وضيف عليهم حجازي كمان بيغيبوا فانت عندك تشالنجي كبير وحيا كارس كروشو اللعي بقى اللي عملوا طبعاً طبعاً كلهم مدرب رائع جداً ولعبين رائعين جداً هنتكلم بقى ازاي نلعب قدام السنغال في مباراة العودة ازاي نتعامل فنانة وتكتكال مع هذه المواجهة الكبيرة بعد هذا الفاصل على البورد مع أمير وجمال خليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امي الحضرة بتودوا يا عالم افطل أفريقيا ولدها يا عالم ازمه هنوصل جاسي العالم بس انتقوم الله يا عالم بحراتكم مرة اخرى تعالوا بقى نتكلم على حاجة مهمة جداً مبارح اتقال ان قلس كروش ما بيعافش يهاجم ما بيعاف يدافع بس ربما كيف الكلام ده عم أمير هنعرض لهم بقى شوية حالات ايوان النهاردة بقى معنا برضو صار فينهم مكلفين جداً فهنشرح لهم دلع يلا ولينا طيب بص دي الطريقة اللي احنا لعبنا بيها مبارح ويمش محتاجة شرح الناس بقت خلاص عرفها اربعة تلاتة تلاتة بس كان عندنا مبارح دابل سكس انني وحمد فاتحي مع عمر السولية رقم تمانية والتلاتة طبعاً اللي قدام هنعرض للأول للناس حالات للتنظيم الدفاعي بنأكد نفس الكلام اللي قال عليه جمال وهو بيشرحه ازاي احنا كنا وقفين دفاعياً في الملعب بشكل مظبوط جداً وقدرنا ان احنا نحجم وانتخب السنغال طيب يلا بينا نعرض اول حالتين دفاعيتين قبل ما تطلع الحالتين الدفاعيتين معنا هتقولنا اين جمعاً طيب بص هو لحد ما نطلع تطلع الحالات فاحنا دايماً كان عندنا حاجة مميزة جداً هجومياً لان احنا بتدينا المطش ضغطين مستغلين فكرة ان احنا بنلعب على ملعبنا وفي جمهورنا فكنا بنضغط ضغط عالي بالظبط ده التنظيم الدفاعي اللي احنا كنا بنلعب به امبارح يا جمال لو انت كده حد يعني بص كده معنا عندنا الاربعة دايماً موجودين بشكل مميز جداً وقفين على خط واحد في دعم دفاعي حد نقيه من حمد فاتحي ومن محمد النني اللي بيرجع بسرعة جداً اول ما منتخب السنغال يسترد الكورة طيب نشوف الحالة اللي بعدها نفس الشكل في اتنين دايماً موجودين من ثلاث خط الوسط اللي هم غالباً بيبقوا حمد فاتحي وحمد النني اللي بنقمن بهم الحتة دي علشان يزيدوا مع المدفعين في الحالات الهجومية لمنتخب السنغال نشوف الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها الحال اللي بعدها دي مهمة جداً ليه مهمة جداً علشان احنا في الشوت الاول اعتمنى على عمر جابر في دور هجومي مع محمد صلاح واحنا بنلعب ضد ساديو ماني فده برضو بيأكد الكلام اللي قاله جمال ازاي احنا منظومتنا كلها بتقدر ان هي تخرج افضل حاجة مننا دفعية لما كان عمر جابر بيتقدم هجومياً كان احمد فتوح دايماً سابت دفعياً وبيجي واحد من خط الوسط هنا سواء انني او حمد فتحي ويغطي مكان عمر جابر لحد ما عمر جابر مايرجع فكنا بنمنع اي خطورة لساديو ماني في الشوت الاول طيب دي الحالات الدفعية وخلاص الناس بقى واضحالها ازاي فعلاً قاله سكيروش عمل لنا منتخب دفاعي قوي طيب نرد ازاي بقى على الناس اللي كانت بتقولي ان احنا مبارح ما كناش بنهاجم وكنا بنعتمد يعني ايه على الله بص يسي وكله على الله طبعاً شوف بقى الحالات الهجومية طيب دي فرصة لمحمد صلاح اول ما هنشوف محمد صلاح بيلعب الكرة دي على طول احنا فهمين انها بتروح للقريبة وغالباً بتروح لساديو ماني في ليفربول والساديو ماني بيروح قطع على القريبة ويروح جايبة تمام همان صلاح فعلاً لعبها على القريبة شوف بقى كان واحد جوا منطقة الجزاء يا كريم دي بعده كان مصطفى محمد في الكرة دي وفعلاً كان لو قطع على القريبة كان يسخلش تجون بالزبط هتيجي طيب حنلاقي حنلاقي ان فيه ثلاثة من منتخب مصر جوا منطقة الجزاء وكان اقربهم مصطفى محمد اهو مصطفى محمد هو اللي ما قطعش على القريبة هنا مشكلة ان مصطفى محمد قرار مصطفى قرار مصطفى محمد ده قرار مصطفى محمد ايه بقى الكرة اللي بعدها نفس الشكل برضو هنا عرضية بتتلعب في عندنا كام واحد جوا منطقة الجزاء تلاتة جوا منطقة الجزاء العرضية دي بتوصل على رأس مصطفى محمد بيلعبها بس بيلعبها ضعيفة في ايد ادواردو مندي يبقى برضو مشكلة ايه مشكلة قرار مش مشكلة منظومة هجومية نشوف الفرصة اللي بعدها برضو نفس الشكل كرة الناحية دي من ناحية ترزيجي بس فيه برضو تلاتة جوا منطقة الجزاء على فكرة وقت هكتور كوبر كل الكرات دي كان دائما بقى فيه مهاجم واحد جوا منطقة الجزاء الله ينوح هو ده بقى الاسلوب الدفاعي نقدر نقول فيه ان فعلا كنا منعتمد على يلا نباصل محمد صراح لما احنا اتفضل يا جميع اه في الفريم ده تحديدا الفريم ده تحديدا الفريم ده قبل تسجيل الهدف بتلات دقايق يعني امتى يعني في الربع التاني من الشوط الاولاني الناس كما تتكلم ان احنا بدأنا اول خمس دقايق ضغطين وبعدها ابتدنا نشتغل على ده بعد ما سجلنا اللقطة دي مشابهة للقطة الهدف ليه لان عمر السلية الكرة قطعت منه على خطة 18 وبعد كده يرجع يعمل الريباوند او الديفنس هنا عشان الكرة ما تطلعش كاونتر اتاك علينا تبص على اللعبة دي تقريبا في الديف 24 الديف 24 يعني في تلت التاني بص كامل لعيب في التلت الاخير بتاع الملعب اتنين اربعة ست لاعبين كان كارلش كيروش بيتهم ان هو العدد او كمنظومة عدد الافراد اللي بيحاول ينفس بيهم الفكر الهجومي قليل انا هنا بتكلم على احمد فتوح عمر السلية محمد النني محمد صلاح تريزيجي ومصطفى محمد ست لاعبين موجودين جوه ال 18 كمان كان فيه اوبر لابس كتير بتتعامل مع عمر جابر واحد من اللعيبة اللي كانوا مفاجأة بالنسبة لي تاني وده نجاح كبير جدا جدا رغم ايجادة عمر جابر طبعا لكارلش كيروش فاضر امير طيب نشوف الحلال اللي بعدها برضو نفس الشكل بنفس طريقة الهجوم دايما عندنا تلاتة على الاقل جوه منطقة الجزاء نبرضو نكمل اللي بعدها هنا واحدة كانت حلوة قوي اتعامل من محمد صلاح لعمر جابر هنا عمر جابر عمل ايه عمر جابر بدل مايلعب الكورة لبرة كان باصص في الارض فللأسف العرضية ما طلعتش مظبوطة كلنا قلنا لبرة بزاق هو ده بقى هي دي بقى الفكرة احنا كان عندنا مشكلة في القرار لكن مش مشكلة خالص ولا في طريق اللعب ولا في المنظومة نكمل الحالات اللي بعدها بس انا بقى جايب لك حاجة مهمة جدا جدا عايزين بقى نشوف الراجل ده بيلعب على الله برضو كده اللي هو يلا يا جماعة حننزل وربنا يكرم ونعتمد على امكانياتنا الفردية زي ما فيه ناس كتيرة بتتهمه ونعتمد على وجود محمد صلاح ولا الراجل فعلا عنده فكر ومنظومة بيحاول يطبقها على مدار سنوات الخبرة اللي هو قال عليها في المؤتمر الصحفي فارجعت لمباراة يعني شهيرة لي لي مباراة ايران والمغرب في كاس العالم 2018 وقتها هو كان مدرب ايران وفاز 1-0 بأون جول برضو بالمناسبة فقلت تعالى كده نشوف الحالات الدفاعية والهجومية بتاعته الحالة دي هم اللابياء طبعا ايران اللابياء انت ما شفتهاش هي هي بالزبط بالزبط في الحالة الاولى اللي احنا عرضناها المنتخب مصر نفس الوقفة نفس الترتيبة بتاعت خط الدفاع على خط واحد نفس الدعم من خط الوسط اتنين دايما قريبين من لعيبة خط الدفاع نفس الشكل بالزبط كان منتخب ايران بيلعب به تحت كيادة كالوس كيروش شوف الحالة بقى اللي بعدها الهجوم هي هي بالزبط نسخة نسخة منتخب ايران كان بيلعب بنفس الطريقة مع الراجل الراجل بيعتمد على منظومة باختلاف الاسماء مايفرقش مع الاسماء هو معتمد على طريقة لاعب والعظمة انه بيعرف يطوع اي لاعب على المنظومة وهو ده نجاح المدرب علشان كده بنقدر نقول انه هو مدرب كويس انه هو ناجح في الاختبارات بطريقة او بالمنظومة اللي هو بيحاول يطبقها مش مهمة من نهاردة معي محمد صلاح او انا في ايران ما كانش معايا واحد من احسن لعبت العالم شوف الحالة اللي بعدها اللي هي اخر حالة نفس الشكل بالزبط اربعة في منطقة جزاء منتخب المغرب والمطش كان يعني المطش ده كان خمسين خمسين ما بين الفرقتين الفرقتين ضيعة وفرص كتيرة وفي النهاية منتخب ايران فاز بانجول بالزبط المنتخب جميل رايحين السنغال بكرا ان شاء الله نعمل ايه بقى في السنغال نتعامل مع المباراة دي ازاي هل هيبقى فيه اي تغيير تكتيكي او فني او تشكيل او طريقة لعب في المباراة السنغال ولا هيلعب بنفس طريقة كارلوس كروش من المدربين طول ما الامور ماشية في الشكل والسياق والطلبات اللي هو طلبها زي ما حصل في المباراة الناس كنت بتكلم ليه ما غيرتش الخمس تغييرات ليه ما غيرتش الاربع تغييرات لان الراجل مقتنع بالمردود اللي بيقدمه المجموعة اللي في الملحب الراجل عمل تغيير اولى اضطرارية بخروج محمد عبناني منزول ياسر ابراهيم وبعدها كانت تغييرة عمر ماروش ما كان مصفو حمد اللي ستونزي في بدنية تماما في الديها سبعية فالراجل كان مقتنع تماما بالمردود ده بيقولك ان الراجل مش هو راجل مش راجل غير قابل للتغيير لكن الراجل مقتنع بفلسفة كروية قادر انه يطبق بيها اللي هو عايزه مقتنع تماما بالمردود اللي بيقدم مجموعة اللعيبة دي يمكن يمكن الراجل يفكر في بعض بعض التعديلات على صعيد الافراد طبعا فيه تعديلات اضطرارية بسبب غياب الوينش ومحمد عبد منعم لكن على صعيد المجموعة على صعيد الشكل اللي يلعب به اربعة تلاتة تلاتة مش هيغيرها تقولي هنا بقى الشكل الهجوم اللي السنغالة هيبقى عامل زي عشانا لأسف فضيلي ديها واحدة طيب عامل زي واحدة هنتعمل معادي فعيان ازاي السنغالة هتعمل سيناريو من اتنين ما نومش تالي عشان الوقت بيجري هم بيعتمدوا على الاربعة تلاتة تلاتة الثلاثي اللي في الوسط ده ادريس جانا جايه نامبلس ميندي ويشيخه كياتي التلاتة دول وارد الراجل عشان يبدأ المباراة بضغطه هجومي يستبدل واحد من الثلاثي دول علشان الثلاثي دول قدراته من الدفاعية اكتر وبيشتغل باربعة تلاتة تلاتة معتمل على الثلاثي الامامي اسماعيل اصار ساديو مانيو فامارادي ديو الثلاثي دول بيعملوا كل الشغل الهجومي وبيحصل زيادة بالتبادل ما بين شيخه كياتي وإدريس جانا جايه الراجل هيعمل ايه؟ وارد جدا جدا انه يفكر لانه عمل دي لما حس انه عنده عقم تهديفي في الدور الاول من الكان غير اللعيب من الثلاثي اللي في وسط الملعب ونزل اللعيب بامبا ديانج اللي نزل في الشوت التاني في مباراتنا او يلعب بكولايديا ويدخل اسماعيل اصار انصايد يشتغل جوه شوية او يحط هنا ساديو مانيو انصايد شوية ويلعب بكيتا بالدي من بداية المباراة ولكن الراجل محترم تماما منتخب مصر لكن مع الدفعة والزخم الجماهيري وان الملعب خلاص اتحجزت ساعته بالكامل الـ 50 ألف متفرج في دكار ان شاء الله فان شاء الله ان شاء الله هو بشكل كبير جدا مش هيعمل اي تغييرات هينزل بالـ 11 رعيب زي ما هو الا الحالة اللي احنا اتكلمنا عليها السلاسة اللي في وسط الملعب وارد واحد منه ميتم تغييره واعتقد انه ممكن يكون على حساب نام بلس مندي جمال انت شرفت من الله سأسألكم سؤال بس ممكن اخد ايجابة سريعة جدا ان شاء الله بجملة حتى من شكل فني الناس بتسأل لو احنا اللي قدر ودخل فينا جون احنا خايفين التحول اللجومي احنا دفاعين كويسين التحول اللجومي ممكن يبقى فيه خطورة رايك يا عمير بص هو كان عندنا مشكلة في ان محمد النني للأسف لعب واحدة من اسوأ مبارياته لدرجة ان الحاجة اللي هو مميز فيها معدل تاميراته الصحية كان 81% رقم قليل جدا اعتقد ان لو لا قدر الله ده حصل ومحمد النني كان في حالته مع عمر السلية وحمدي فاتحي وخرجنا بكرة مصبوط ممكن نستغل التحولات الاجومية مصر باذن الله باذن الله هتستغل هتستغل اندفاع المنتخب السنغالي المؤكد مهم جدا ان اقسم المباراة كان لاشكراش بيعمل ده بامتياز الربع ساعة الاولى اتعدي دون انا استقبل اهداف الضغط ما يكونش بلو بلوك منزلش تحت قوي اضغط من فوق شوية اضغط ميد بلوك او دفاع متوسط من فوق شوية علشان محطش نفسي تحت ضغط بداية المباراة اعد الربع ساعة الاولى بشباك نظيفة ان شاء الله مع الدفاع المنتخب السنغالي واللعب على الصبر اللي بعمله كارلس كروش هنسجل في الوقت المنتخب السنغالي هيكون ضغط علينا فيه يا رب يا رب اضيف حاجة بس اضيف حاجة عشان نفتكرة مع بعض يلا في مباراة المغرب لما دخل فينا هدف مبكر جدا جدا احنا عملنا مباراة وجمية خيالية على المغرب بعد الهدف فبس دي نقطة تدي امرها للناس عشان الناس تسأل احنا منقع في نفتك كويس بس لو دخل فينا هجوم مش نقع في نهاجي احنا هاجمنا قدام المغرب وبعد اللي احنا عرضناه ده لسه في حد شاكك ان احنا ما هاجمناش نقع في نهاجي حتى لو احنا بنداف هنسجل امير انا بشكرك جمال بشكرك شكرا يا خليل شكرا يا كريم دي كانت حلقتنا النهاردة اللي مشت زي الساروخ بصراحة بسرعة جدا في حلقات كده بتبقى حلوة قوي كل الديوب فيها بيبقوا رائعين وممتعين كابتل نادر النهاردة كان رائع امير وجمالك العادة رائعين فالحلقة يعني الكلام حلو عن الكورة الكلام حلو عن منتخب مصر رب دايما يبدأ الكلامنا حلو على منتخب مصر يوم التلات بإذن الله كلنا نبقى هنا بنحتفل بمنتخب مصر الكاس العالمي بإذن الله أشوفكم يا رب تعالى بخير دي بلدنا مصر أحساسي مش عادي والناس بتنادي راجعين من تاني لتوحدة مصر تعبنا كتير وشوفنا كتير عشان فترك ما اشترك ما